اشتركوا في القناة ويعيد علينا وعليكم الشهر وهذه الأيام والليالي بالخير ويرزقنا وإياكم قيام وأحياء ليلة القدر رمضان زي ما بيقول الحق سبحانه وتعالى هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويمكن كل المسلمين في العالم ارتبطوا هذا الشهر إيمانيا ووجدانيا بهذا الكتاب العظيم الكتاب الذي أنزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان في غار حراء وكان من سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب استماع القرآن الكريم كما كان يحب قراءة القرآن الكريم في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك قد أنزل فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري ونحن الحمد لله هنا في مصر من سنوات طويلة ارتبطنا وجدانيا وعاطفيا وروحيا بمجموعة شريفة وكبيرة وعظيمة من قراء القرآن الكريم ومن المنشدين ومن المبتهلين اللي جعلوا لمصر مكانة عالية واللي ارتبط بيهم جميع المسلمين بل وأحيانا غير المسلمين بأصواتهم وبحلاوة تلاوتهم على مدار تقريبا مئة سنة فاتت كوكبة كبيرة من أجيال ومن قراء ومن منشدين يمكن كانوا هم المتميزين في كل أنحاء العالم حتى بدأ يظهر عندنا مدرسة سمناها مدرسة التلاوة أو مدرسة الإنشاد المصري النهاردة بيشرفنا مجموعة كبيرة من المشايخ والعلماء والمنشدين والباحثين برحب سيدنا الشيخ عبد الرحيم ديويدار شيخ المنشدين المصريين نورنا وشرفنا برحب بكل الحضور الأستاذ هيسم أبو زيد الكاتب والصحفي الأستاذ سيد الخمار الصحفي دكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة المشروعات البحثية في طابة ونائب مدير مركز الأهرام أستاذ محمد شديد مدير مركز مؤسسة الطابة الدكتور عبد الغفار أحمد من جامعة الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصادق والشيخ خشام الأزهري من مؤسسة الطابة برحب بحضراتكم جميعا نورتونا وشرفتونا وحابين يعني نسمع ونستفيد من حضراتكم النهاردة إطلالة سريعة على مميزات مدرسة التلاوة المصرية في السنوات وفي الأجيال اللي فاتت وكذلك مدرسة الإنشاد والابتهال المصري وحابب أبدأ على طول من عند شيخنا ومولانا الشيخ عبد الرحيم دويدار مولانا إحنا بقى فيه عندنا مدرسة اسمها مدرسة التلاوة ومدرسة اسمها مدرسة الإنشاد في مصر وكأنه أصبح فيه ملامح واضحة ومميزة للقراء المصريين وللمنشدين المصريين عن أي قراء ومنشدين من سائر الدول العربية والإسلامية فبالتالي أنا عايز أسأل فضلتك في البداية إيه هي المعالم أو إيه هي المحاور أو إيه هي المميزات اللي ميزت مشايخنا وأزت سدنا من القراء ومن المنشدين في المئة سنة اللي فاته وعشان كده طلع عندنا مدرسة اسمها مدرسة التلاوة أو مدرسة الإنشاد المصري نعم سيدي هو يعني اخوانا القمم الراحلة أمثال الشيخ الفشني الشيخ البهت هيمي والشيخ محمد صديق المشاوي رحمهم الله جميعا يعني أنا وأنا بصدد ذكرهم بذكر حاجة رأيتها بعيني وأنا أزامله الشيخ المشادي محمد صديق المشاوي كان حينما يقرأ يجلس جلسة التشاهد حتى وأن عاد ساعة ونص سيارة على ركبه كان يعني كان ذا انطباع بيديك انطباع احترام لكلام الله والاعتزاز فأنه بكونه قارئا لكلام الله هذا الأمر الثاني إنهم ما كانوش بيضوروا في البداية على المقامات والأنغام وزي ما حصلت دلوقتي كانوا عارفين لكن بالسريقة يعني نعم وأنا أحدهم يعني أنا يراهن كثير من الموسيقيين أنا دارس وأنا والله ما درس لكن هو بالكده بالسريقة وبالسماع أه 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 وما هتموا وذال مفروض من قارئ القرآن اهتم بتقديم القرآن بصورة صحيحة نعم من حيث التجويد من حيث وصول المد في القصر من حيث الغنة واللاغنة من حيث الإخفاء الحقيقي من حيث الإصار الحلقي آه فهو عرف هذا كله و يطبقه كقارئ نعم ولا يسنيه هذا عن أنه يقول برضه المأهم لكن هو ده الأولوية الأولوية أنهم كانوا يهتمون بتجويد القرآن في الأصل ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التنغيم ومقام البيات ومقام الحجاز وآخر إلى آخره فرحمهم الله يعني أنا أولا من أساس من طنطة وبلدي تبعد عن طنطة كده ما فيش اثنين كيلو كده وبعدين قرية شبرى النملة ومنها الشيخ محمود خليل الحسري صحيح شيخ القراء أنا أعتبره حسن شيخ الحسري قبل أن تسمعه الناس ويعرفه العالم يعني ما أقول لك شيء يعني قرأ كثير في تجويد والقراءات وأنا من ضمن اللي قرأ عليهم والدي أنا كان والدي رحمه الله عليه الشيخ محمد الوزار كان يعطي إجازات في القراءات السبع والعشر ومن ضمنهم الشيخ العسري لحق الولد أخذها فالشيخ العسري كان أكثر القمم دي اهتماما ولذلك نحن أول مرطل سميحنا تعالى يشوف وسمه العالم يعني قرآن جمال وأذاء وإنما دلوقت إيض على مثلا المد اللي هو أقصاص الحركات لو مسيكة الحركات دي حتى إثناشر وخمستاشر والجمهور تاية الله هو أكبر سعليك يا مولانا هنتكلم يا مولانا بعد شوية عن اللي حصل في التداوة في مصر لكن بما إن حضرتك قلت إن أنا من طنطة طنطة فيه هناك الجامع الأحمدي وكان زمان المشايخ يقولولنا ما قرآن إلا أحمدي وما علم إلا أزهري فأنا عايز أسأل حضرتك إيه دور الجامع الأحمدي وليه ارتبط الجامع الأحمدي بتخريج كوكبة ومجموعة كبيرة جدا من قراء القرآن في مصر والعالم إيه السبب؟ كان فيه أئمة لتعليم القرآن وقراءات كان فيه الشيخ إبراهيم سلام مات من سنين طويلة ما زلنا نحتفل بالذكراء في المسجد الأحمدي وإذا تتلمز عليه الشيخ راغب غلوش والشيخ إبراهيم والشيخ إبراهيم يدعى على البنة وأعتقد الشيخ مصفة سمعين الله حقه أيضا لأن الشيخ مصفة أيضا من المنطقة يعني الشيخ مصفة بلد تبعد عن طنطة ما يكملش عشرة كيلو نتيجة من المسجد الأحمدي قارئ وعندنا بقى مثلة الشيخ مصفة والشيخ البنة وكان هناك قارئ عطويل كان يتعمل له مئة حساب ولكن للاسب الشديد أن تسجيلاته بقينا نسمحها من لندن من الصحات في مصر شيخ محمد السعودي شيخ محمد السعودي شيخ محمد السعودي كان قارئا يعني كان يتعمل له الشيخ مصفة كان يبقى ترايح يعني كده الله يرحوه الله يرحوه الحقيقة بقرآن الأحمد هذا مثل صحيح كيف يمكن أن بركات سيد الحمد البذوي صحيح جزاك الله خير يا مولانا أروح للأستاذ هايسم أبو زيد يمكن زي ما أشار مولانا الشيخ عبد الرحيم ذكر بعض يعني الأسماء الكبيرة من القراء المصريين زي الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل وغيره أنا حابب يعني أسأل إيه سر تميز هذا الجيل أو إيه مصدر قوة هذا الجيل بدرجة كبيرة أن أسماؤهم وأصواتهم ما زالت حية حتى اليوم في كل البيوت المصرية مش بس المصرية بل على كل القنوات والإذاعات الموجودة في العالم بعد مرور ما يزيد عن خمسين سنة من وفاتهم يعني الشيخ المنشاوي مثلاً توفي في أواخر الستينات الشيخ مصطفى أظن توفي في السبعينات 78 يمكن آخرهم انتقالاً الشيخ عبد الباصد والشيخ البنة يعني ما يزيد عن 30-40 سنة توفي هؤلاء المشايخ وما زال حاضر في أزهننا وفي وجدنا مصادر قوة واضحة ليهم إحنا اتربينا من الصغر زي ما قال الشيخ عبد الرحيم على القراء الخمسة الكبار في المصحف المرتل في الإذاع الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى والشيخ محمود عري البنة والشيخ عبد الباصد وتقريباً أغلب المصريين لم يسمعوا المصحف المرتل في بداية حياتهم غير من هؤلاء الخمسة الكبار بالإضافة يعني طبعاً سابق على كل هؤلاء الكبار سيدنا الشيخ محمد رفعت شيدنا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي فيه يعني شيء غريب تميز به هؤلاء العظام أو هؤلاء الكبار أنا عايز أعرف السر يمكن سيدنا الشيخ عبد الرحيم أشار إتقان التجويد أشار إلى تلقي أصول القراءة على يد المشايخ بالإسناد المتصل طب قد يقال إنه في جميع دول العالم في عندنا مجموعة من القراءة تتقن أحكام التجويد فما هو سر قوة وشهرة وعظمة هذا الجيل من القراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكركم طبعاً على الدعوة الجميلة دي في الليلة الجميلة دي في وسط الكوكبة الجميلة دي وبهجور فضلت الشيخ عبد الرحيم الحياة سؤالك مهم جداً والملاحظة مهمة جداً إن إذا أنا أرجعت المسألة إلى الإتقان ما بيتنفعش الإتقان يكون نموذج تفسيري يعني زي ما بقوله والحقيقة إن من الحاجات اللي الواحد بيقعد أحياناً يتضحك في نفسه الأيام دي إن تجد بعض الناس يمدحوا القارق معين ويقول لك قارق متقن وكأن أنا في كتاب مرحلة الإتقان دي بتنتهي في الكتاب بعد كده التقييم هو تقييم فني اللي كان حاصل في مصر في الوقت اللي ظهرت في الإذاعة وقبلها التسجيلات وإحنا حديثنا عن الأصوات المدركة في تاريخ طويل ربما لقرون قبل التسجيلات الحقيقة الكلام في المساحة دي بيبقى أشبه بكلام نظري زي في الموشحات تم تفتح مثلاً سفينة شهاب يقول لك جيب لك موشح كده جيب لك كلمات يقول لك ده موشح بياتي اللي إحنا عارفين يتلحن إزاي ولا إقاعه كان إيه فبيسموه أسازية الموشحات موشح ميت فأنت النهاردة ما حد يجي يكلمني عن الشيخ أحمد ندا إحنا بنلقي الكلام أريينه في الكتب لأنه ما حدش فينا سمع الشيخ أحمد ندا هل غادر الشعراء من متردمي كده آه فإحنا في الجزء المدرك وبالذات مع انطلاق الإذاعة الإذاعة الحكومية اللاسلكية أو الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية اللي كان في إذاعة أهلية قبل كده ما حدث أو القراء اللي قم هم كانوا نتيجة نظام مشياخي شديد الصرامة قائم في المجتمع بطبيعته ربما هيكون عام الشيخ عبد الرحيم اللي حق أو حتى شيوخه قالوا له إن في القراء ما كان سهل إن أي حد يطلع الدكة الآن الآن أما في تلمزة فصل زميل لهم يجود أيتين ويحسوا إن هو كويس يعني بيبدأ الفصل ثم المدرسة ثم أهل له ثم المكتعمة من حوله يطرح عليه سواله أنت ما بتقدمش في الإذاعة له فبقت أول خطوة له بعد ما هم سمعوه قال أيتين الإذاعة بينما الإذاعة كان لها قيم زمان بتخلي إن هي شيء بعيد المنال جدا أنت صوتك حلو تقرأ للفصل الزميلك تقرأ قرآن الصباح في المدرسة أقوى وبتجود تقرأه تبقى في قريتك في المركز بتاعك لأن الإذاعة ما جات كان في قراء مش مشهورين في القريت ولا مركزه مشهورين على مستوى القطر المصري ومعرفش يدخل الإذاعة وكلمة مشهورين على على مستوى القطر المصري بالذات يعني بجالة جديد أحيانا بتقعد يعني تسقط الحالة اللي هما فيها دلوقتي على الزمان لا إحنا مش بس ما فيش إنترنت وفيش تلفزيون وفيش إذاعة فهنما أقول إن قارئ مشهور في أنحاء القطر المصري معناه إنه جاب بنفسي أنحاء القطر المصري من اسكندريا الأسوان مركز مركز وقرية قرية لا إلا أنا لو ما سمعتش الشيخ مصطفى كده مباشرة وبيقرأ مش عارفوش حتى الشيخ صديق كان قليل الخروج من الصعيد لو عاوز مثال صارخ مثلا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي هو يعني مقيم في القاهرة وبيدعى إلى أنحاء القطر المصري من الإسكندريا الأسوان بدون ما فيه إذاعة هو يعني الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة عشرين مثلا كان عنده تلاتين سنة يعني شيخ عبد الفتاح الشعشاعي موليد 1890 فإحنا ما جلناش تسجيلات له من بعد سنة خمسين فجميع التسجيلات اللي منسمعها له عنده ستين سنة فيما فوق فهذا النظام المشياخ الصارم حط قيم للفرز لا تسمح بإن يصعد أنصاف المواهد والناس كانت في تقييمها بتستخدم كلمات متزنة اللي هو الله يفتع عليك قارئ كويس لا ده قارئ جيد جدا ها ده قارئ ممتاز كلمة مثلا ده قارئ عملاق وعبقري دي تتقال على أصابع إيدين وإلا تبقى الكلمة فقدت معناها حتى في اللغة الآن كلمة عبقري دي بتتقال على خمس تلاف واحد وعشر تلاف واحد على الإنترنت والناس والقارئ وسليل اللي مش عارف ايه وكده اه ده غير موضوع الألقاب هو قال يعني نأجل الحالة فالنظام المشياخ ده الصارم اه انتج اه كوكبة من القراء اما جات الإزاعة الإزاعة بطبيعتها مصر في هذا التوقيت فيها بدون مبالغة عشرات آلاف القراء اللي انتعارفين بيوت في رمضان كانت بتصهر وكلام من ده فالقارئ الوحدة محتاجة كذا قارئ عشان انا بقى يكون متاح قدامي فوسط عشرات آلاف القراء دول عاوز حد في هذا التوقيت فالصوت الاول اللي حينطلق كان واحد بقيمة الشيخ محمد رفعت انطلق صوت الشيخ رفعت سنة اربعة وثلاثين إزاعة كان حدثا فارقا في القاهرة فتحة مقاهي تسمى مقاهي الشيخ رفعت يجتمع عليها الناس ولحظة التلاوة تتوقف في الألعاب الطاولة والورق والكلام ده وحتى تنزيل المشروبات صمت كامل انا جينا عاوزين واحد تاني يتناوب لإلا القارئ ما كان لوش تسجيلات انت لغاية سنة اربعة وخمسين ولبنى اللي في الشريفين ده اي اداء صوتي غناء عزفة لا وازان ببقى القارئ موجود او المطرب موجود يروح لمبنى بتاع الشريفين ويطلع ومسلا كان في الاذان القارئ بيخلوه يدد الخمس فروض او اربع فروض يفضل موجود وكان فيه من كام يوم منشور وورقة من مجلة الراديو فشيخ محمود علي البنى الناس شايفوه بيقذوه العصر محمود علي البنى قالوا اه لانه هيجي وميروحش خلاص هو هيفضل بيقذد بنفسه فعشان اجيب قارئ تاني وضارع رفعت كان الشيخ عبدالفتاح الشاشاه هنا فضل الوضع ده من سنة 34 سنة 1953 جاء على رأس لجان الاستماع في الاذاعة شخص مرعب في تاريخ الاذاعة المصرية اسمه الاستاذ محمد حسن الشجاع الشجاع هذا يعني هو لقى نفسه احنا الدنيا هدية في العبقريات يعني الاصوات اللي اقتلع عليها عبقرية اخر حد كان دخل الاذاعة بالمستوى اللي اقتلع عليها عبقاري كان الشيخ محمد صديق المنشاو سنة 53 طبعا فلس بتسمع الكلام ديقولك يعني هم وحشين مش وحشين حلوين حلوين جدا بس مش بالمستوى ده كل القراء اللي بالمستوى ده التحقوا بالاذاعة قبل هذا التاريخ ايه الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ كامل يوسف البهتيم الشيخ محمد الصيف الشيخ طهال فشن الشيخ ابو العلين الشعيشع سنة 1953 اصبح الاستاذ محمد حسن الشجاعي على رأس لجان الاستماع فكان يعني زود قيم الفرز وشددها جدا تبتت بتخيل ان صوت زي الشيخ نصر دين تبار ما استطاعش ان هي دخل الالتحق بالاذاعة قارئا والشيخ نصر دين تبار حافظ الشيخ نصر دين تبار كرأته سليمة وكان قارئ المسجد الخزندارة والمسألة اذا مش مسألة اتقان الاحكام ولا فقط اتقان الاحكام وحلوة الصوت اذا في سمت للتلاوة المصرية الشيخ نصر كتله طريقة خاشعة جدا بتخالف سمت التلاوة المصرية يعني ده اللي انا عايز اسألك عليه انت قلت فيه قيم صارمة وضعها مجموعة من المشايف كانوا موجودين داخل وخارج الاذاعة وهذه القيم تختلف عن الاتقان وحلوة الصوت انا لو عايز احط ايدي على هذه القيم اللي اسست وانتجت وخرجت لينا مجموعة من اعظم القراء في العالم ايه هي؟ خلول لكن القيم اللي حطان النظام المشياخي كان في الترتيب لانت بتسأل ليه طلعت المجموعة دي ان عشان يقاري يدخل الاذاعة لابد ان يكون بهذا المستوى ف حتى في الانشاء دم انا عرف مثلا ان الشيخ النقشباندي قاعد سنين الشجاع مش راضي قبله الشيخ سيد النقشباندي هو شيخ نقشباندي الله يرحمه كان من مميزاته انه بيدون يومياته كله من سنة 43 ليوم وفاته فيه في التدوين اليوميات ذهبت اليوم الى ولم انا القبولة من الاستاذ الشجاعي ازود حضرتك المعلومة انا عارفه الجميع انا صادتك سيد نفسه 20 سنة انا عارف من الاول ما جيد انت يعني حتى ليت وفاته ساعة واحدة ونصف فالكلام الحلوية بتقوله ان انا بيدك فيه حصل وكان مجموعة من الازاعيين والاعلاميين محبين للشاكسان والشاكسان والشاكسان تلطوح وجاذبها فكانوا عايزين ويقرأ في الازاع وفي الشكل الشكل استجاه مما قدل ايه من الغيص رحوا مكونين لجنة في التلفزيون لأول مرة ان التحق بالتلفزيون قبل الازاعات اعتماد قارئ اه ده اعتماد قارئ ده جاء لاحقا هو حتى كمنشد دخل سنة 66 والاستاذ الشجاعي كان ما توفي سنة 63 فضل القيم حضرتها يعني قوة التفع الزادي ثم اللجنة بتاعت الازاع دي كان بعد كده في عاد الرئيس السادات كان له رغبا ان الشيخ سيد النقشبان دي يعتمد قارئا ولجان الاستماع رفضت لان كانت شايفة ان اداء النقشبان دي يخلف هذا السمت اللي حضرك عاوز تحط ايدك عليه في جزئية في السمت ده قالها يا عام الشيخ عبد الرحيم اللي هو احكام التجويد والقراء المصريين عندهم اهتمام كبير بالموضوع سلامة الاحكام ومخارج الحروف لكن نيجي الموضوع لاستخدام المقامات والتنغيم هؤلاء القراء كان عندهم شوية مميزات اهم هذه المميزات ان كان عندهم وعي كامل ان في طريقة معينة لاستخدام المقام في القرآن فيها مفارقة لاستخدام المقام في الغناء ولذلك فن التلاو والانشاد عبر التاريخ كان دايما هو مصدر من مصادر الهام الملحنين والمطربين والمغنيين والمغنيات ومن مظاهر الازمة الحالية ان المشايخ الشباب قلبوا الاية فبقى هو يروح يسمع الاغاني وياخد منها جمل يعمل بها جمل في التلاوة وفي الانشاد قلبوا الاية بينما دايما كان القراء هم مصدر والمنشدين العبدالوهاب والصنباطي والمحمد الاصابجي لوسط الغناء كله ابناء مشايخ او هم كانوا مشايخ فادراك هذا الحاجة التانية ان شعورهم واحساسهم بالكلمة كان عالي جدا فبتجد في كثير من الاحيان ان في حتى ولو عفويا حالة من التعبيرية والتصوير بدون تكلف يعني هو مش قاعد يقول ايه دي اية عذاب هقرها صدق دي اية رحمة هقرها مفيش هذا الامر والان بيحصل شيء من التكلف في هذا الامر وانا قلت الناس دايما لما بيطلعوا باحسيني تكالون في الموضوع ده بقى اول ما البحث يقول ايه وكان القراء دول يختار المقام المناسب للآيات المناسبة يعني غالب ما عندوش كلام قلت له طب اما ييجي قوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وراه وان عذابي هو العذاب والألم هيغير المقام بعد آية يعني المقامات بكل امانة وضعت او تستخدم لدفع الاملال عن السامة هو دعا عازم جبان اا عالمي انا عالمي بكل ما تعني الكلمة عبدو داغر عبدو داغر في مناقشاته مع الاوروبيين وغلافهم اثبت ان القرآن اساس المقامات مش المقامات هي اللي نجامة القرآن اثبت هذا والذيك انا ذلك اعملول وقاعة في المانيا طاعت عبدو داغر وقاعت ما عرفش فيه الى اخر وهو ما كانتش معروب في مصر زي ما حضر لك مدام انت عارفه وقت انا عارفه وعملته معك وقتا اه فعشان انا بس انهي الكلام اه اما مات الاستاذ محمد حسن الشجاعي والقيم دي بدأت تتراخى بالتدريج فجات سنة سبعين حصل فراطة ثم الثمانيان حصل فراطة وبسبب عدم وجد مخالفة السنت ده اللي هو فيه التجويد وفيه التعبير والتصوير وفيه الاداء المشيخي الاداء باللي بيعمل الافلة الحراءة انت مثلا كل المدارس التلاوة في العالم العربي فيه مدرسة عراقية مهمة فيه مدرسة مغربية فيه مدرسة سودانية فيه مدرسة حجازية فيه مدرسة يمنية لايوجد مدرسة فيها القفلة الحراقة دي اللي هي الافلة اللي الناس بعدها تقول الله تحس باشباع بسبب ان الافلة بتكون على ركوز المآم سواء قراره او جوابه زيها بنسمع في حفلات الشيخ مصطفى اسماعيل مثلا على السبعينات بدأ يجي اوهام لناس انها عاوزة تعمل افلات خاصة بيها عاوز يعيش دور الاستقلال النغمي عاوز يعمل لنفسه يقول انها ليه اسلوب خاص فلخبطوا الدنيا الى ان وصلنا للمشهد اللي احنا في ده فهذا السمت الموروث وجزء من الهوية بقى لو احنا وإلا يبقى هذه التلاوة مش هوية لو لم يكن فيها ثوابت تبقى مش من الهوية اما التجويد والتعبير وتصوير المعاني والأثالات المحكمة والعلاقة بين الجمل يعني ان تسمع الشيخ مصطفى او الشيخ عبدالفتاح الشاشاعي اتلاوه متهندسة اما بين بين جملة وجملة او من مقام الى مقام في علاقة بين اللي سابه وبين اللي داخل عليه فتتحس انها قدام بناء بناء كامل مش جمل مهترئة حتى لو جميلة بس مهترئة ليس لها علاقة بعض هذا الجيل طلع لنا مجموعة يعني اقول حاجة واختم بيها ان سنة ستين الف سعمائة وستين مثلا يعني اذا الواحد بيتخيل او يرجع بالزاكرة انه كان عايش في القاهرة ويوم الجمعة الساعة عشر الصبح عوازين زاد الروح يصلي الجمعة فقدامه هذه الاختيارات ان الشيخ مصطفى اسماعيل في الازهر الشيخ محمود خليل حصري في الحسين الشيخ عبدالبسط عبدالصمط في الامام الشافعي الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي في السيدة زينب الشيخ محمد صديق المنشاو في مسجد الزمالك الشيخ كامل وسف البهتين في امر مكرم الشيخ محمود عبدالحكم في مسجد السيدة نفيسة الشيخ طه الفشن في مسجد السيدة سكينة الشيخ محمد سالمة في مسجد السيدة فاطمة النبوية الشيخ عبدالعظم زاهر في جامع صلاح الدين في المانيل وارجع بقى من سنة ستين او تعالى للحظة اللي احنا فيها دي وحاول تتخيل الاسماء حتحس انك سقطت من شاهق فهذا ما كنا عليه وهذا ما نحن عليه الان واللي يجب ان اسبابه تدرس وتواجه بصدق وشفافية شكرا شكرا جزيلا يعني هرجعلك بعد شوية لحتة ما نحن عليه الان لكن حابب اسمع من الاستاذ سيد الخمر الكاتب الصحفي يمكن سيدنا الشيخ عبدالرحيم والاستاذ هيسم اشاره لنقطة انه فيه دور واضح للازاعة من اول انشاءها سنة 34 الى صناعة قارئ القرآن ويمكن اشتغر يعني عندنا من زمان ان القرآن نزل في مكة وقرأ في مصر وكتب في اسطنبول هل فيه اسباب اخرى او عوامل اخرى تاريخية كانت موجودة عندنا في مصر على مستوى المشايخ او على مستوى تعليم او استماع القرآن الكريم غير الازاعة المصرية كان لها دور واضح في هذا الكوكبة او في تخرج عدد كبير من القراء العظماء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الاصل كان القرآن العظيم السؤال ليه كل هذه الاصوات طلعت من مصر دا سؤال مهم اش معنى مصر تميزت بهذه الكواكب المضيئة من زمن الزمن انا فتشت كتير في المسألة دي كمؤرخ مهتم به الشؤون الازهر وحركة التانيور الازهاري وما الى ذلك حتى التقيت به بروفسير مصري علامي اسمه دكتور محمد حسن الشرقاو دا استاذ علم المعرفة والمستقبل بجامعة نيويورك ولو نظرية واشتغلت معاه يعني باحثا في نظرية الخلايا الجزعية المعرفية اللي احنا ببساطة بنقول عليها دا ورس الجينات ببساطة كده على سبيل المثال الى الحصر مولانا فضيلة الامام عبدالباسط عبدالصمد من ارمنت من جنى تخيلوا انه من انا من نفس البلد يمكن قبل عباسط عبدالصمد قارئ اسمه الجمال يقرأ من نفس المقام وحلاوت صوته تش به بدقة شديدة جمال وروعة صوت مولانا عبدالباسط عبدالصمد البوفيسير الشرقاء بيقول انه المصريين بيتوارسوا جينات محددة باوقات محددة كل جين له اتجاه فيذهب الى الشخص الذي يناسبه اللي فيه حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الارواح جنود مؤلفة منها ما اتلف ومنها ما اختلف مثلا لما تبص في التاريخ لو لا الازهر العظيم وانا بتشرف بانتماء للمجاورين والازهريين وانا منهم الازهر وضع اسس هذا الصرح العظيم ودولة التلاوة المصرية يمكن زي ما كتب مولانا فضيلة الامام الاكبر فيلسوف مصر العظيم فضيلة الدكتور مصطفى عبدالرازق سنة ستة واربعين بيقول قبل هذا الوقت من ستمية وثلاثين سنة جلس مولانا الامام الصيوطي يفتتح التلاوة وتفسير صورة الفاتحة وكانت البداية في تلك اللحظة عندما حصل الامام الصيوطي على الاجازة الازهرية مفسرا وكان في الحلقة مجموعة من الاصوات الجميلة التي تقرأ القرآن تخيلوا مثلا ان احمد بن طلون احبه المصريون لحلاوة صوته وجماله مش اكتر من كده الباحث والانجليزي مكفرسون حاول يفسر الظاهرة دي فقال ان المصريين شعب مدهش وغريب وعجيب خصوصا الفقراء والمساكين على حد تعبيره في كتابه الشهير الموالد قال ان المصريين في الموالد عبر المنشدين والقراء يصنعون بهجة فريدة ليس لها نظير يعني يقابلون السلطة اي سلطة دولة كائنا مكان يصنعون بهؤلاء القراء كيانات كبرى عظيمة حتى ان مولانا الشيخ نادة وطبعا سازنا هيسم موجود كان له مكان وحاجة وعنده اسطول دي كل خيول وهكذا وكان بناطح الخديو في زمنه طيب السؤال التاني ايش معنى تميزت مصر بهذه الأصوات اقول لكم بأسر ستنا السيدة زيند رضي الله عنها تخيلوا يا حضرات عاشت في مصر قد ايه توقعوا كده تخيلوا سنة الا بضعة ايام وستنا السيدة سكينة والسيدة عائشة اوقات قصيرة جدا عاشوها في مصر لكنها كانت البداية لوجود مدرسة الانشاد الديني كان مولانا الشافعي المتمصر كما احب ان اطلق عليه بعد ان جاء الى مصر وشفاه الله من مرضه فتمصر واحب المصريين وكان مثلا عنده مقرأة عند ستنا السيدة عيشة بعد صلاة المغرب يجلس مولانا الشافعي في رحاب ستنا السيدة عيشة ويصمعوا الاصوات الجميلة وده السر اللي خلى بعض اخوانا المصريين يروحوا بعد كده بسنوات طويلة يرموا اسئلة عند الامام الشافعي لانهم صدقوا ووسقوا فيه وكانت بداية ظهور مدرسة الانشاد الديني في مصر عبر بوابتي وموائدي ومساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تبص كده مثلا على سبيل المثال جامع ستنا السيدة زينة طلع منه مين بقى عمالقة والأستاذ هاي صلى لا يفتأ وهو موقود لكن فيه امر تاني مهم قوي انه الهوية المصرية والوعي بالذات المصرية القومية كانت سببا في خروج مدرسة التلاوة والانشاد الديني الخمسة الأئمة الكبار اللي انا بسميهم مشايخ السورة العرابية واللي كان على رأسهم مولانا عالم العصري او امام المجددين فضلت الشيخ محمد عبدو الشيخ محمد عبدو كان يقرأ القرآن بصوت جميل رقراق ولم دخل السجن هو 41 الف من الفائرين العرابيين كان يقرأ القرآن ويسمعون صوته العزب الجميل وكان فيه بقى احمد ماضي والشيخ شعبان وحميدة كونت الثورة العرابية ملمح مهم في تأسيس مدرسة التلاوة المصرية لانه شاركت الثورة الازهريين في ثورة اتنينه الثورة العرابية يعني وخرج منها ملمح وكان من ضمنهم مين بقى تخيلوا تخيلوا واحد اسمه محمود رفعت محمود رفعت ده ابو مولانا الشيخ محمد رفعت وكان امنيته ان ابنه يبقى قارئ ويلف الزمن ويدور ويتعرض مولانا عرابي لمحنة شديدة كلنا عارفينها وبقى يعني وفضل كتير من ايام عمره الاخيرة كان يعيش على رحيق صوت مولانا الشيخ محمد رفعت في جامع فاضل وحتى مولانا رفعت كان بيسأل ويستنى يقول لهم هو عراب جيه ولا ما جاش عشان يقرى طيب نيجي بقى لمالمح تاني مهم وهو ثورة تسعتاشر ثورة تسعتاشر انجابت صوت عظيم ده مش بس كده ده انجابت اول صوت مسيحي يقرأ القرآن اللي هو مكرم عبيت كان فيه قارئ عظيم قوي قارئه ثورة تسعتاشر اسمه الشيخ محمود البربري محمود البربري عمنا محمود البربري ده بقى كان صوت كانوا بيسموه صوت المساجين او المعتقلين واول مرة كان يقرأ في معتقل الالعة لما اعتقل طبعا اعتقل كتير من المشايخ الازاريين كان الشيخ الجبالي والببلاوي وكثير من المهتمين بمدرسة التلاوة والقراء يعني الشيخ محمود البربري كان صوت ثورة تسعتاشر اشمعنا البربري طبعا هو كان قارئ سعد باشا وكان قريب منه ومن عظم صوته وكان بيقعد مكرم عبيت جنبه السيد هيسم موجود يقول لنا حب طريقة القاءه وتجويده حتى حفظها فلما مات البربري سعد باشا في احدى المناسبات بكى افتكروا الله يرحمك يا شيخ بربري فقال له يا سعد باشا انت سعلان طب يلا يا جبال اللي جيب لك البربري قال له انت هتهرج يا مكرم قال له لا حسن معك البربري وكانت مفاجأة انه مكرم عبيت باشا يقرأ القرآن بصوت او من نفس المقام اللي كان بيقرأ منه مولانا البربري طبعا الازهر الشريف عمل شيء مهم انه مؤسس قسم القراءات اللي كان موجود في كلية اللغة العربية وبالمناسبة كلية اللغة العربية مش بس كانت بتدرس القراءات ده كان فيها تدريس مناهج الطب في بعض الاحيان لما تبص كده لمولانا فضيلة الامام الجليل المراغي انا بتكلم طبعا على المراغي الكبير لانهما خمسة مراغي مش واحد بتكلم على فضيلة الامام الاكبر الامام المراغي عمل ايه اطر وضع الشيخ محمد رفعت في مكانه سعده وكان يذهب اليه ويستمع اليه ويتحدث عنه ووصفه بما يليق به بعد كده فضلت مدرسة التلاوة المصرية تتأصل عبر تأسيس معهد القراءات في الازهر الشريف اللي بعد كده تحول من قسمي في كلية اللغة العربية الى معهد حتى جاء مولانا فضيلة الامام الاكبر الامام الطيب وانشأ كلية القرآن الكريم في طنطة وطبعا دي من عبقرية مولانا الامام الطيب انه يعملها في طنطة ليه طنطة ايوه لانه زي ما قال نرجع بقى لبروفيسير محمد حسن الشرقاوي انه الجينات المصرية المتعلقة بوراثة جينات قراء القرآن العظيم حاجة غريبة جد ايش معنى طنطة تطلع منشدين والقرآن الكريم ايضا في الصعيد له ملمح خاص جدا تشعر انه شخصية الصعيد الصارمة الحادة اللي يؤمن بالثقر ويؤمن بالقوة ويؤمن بكذا تقرى تسمع اصوات مثلا مولانا المنشاوي او الشيخ الصهاجي سمت او صفات معينة تحملها الاصوات اللي طلعت من الصعيد غير اصوات الوجه البحري وشيء عجيب اوه في هذا البلد ما في بقرة في مصر الا وخرجت صوتا له ملمح وله معنى في كل حقبة من حقب الزمن حابب بس اقول وشير الى امر مهم انه حتى لما جات دولة المماليك يعني من 1520 وما بعدها حصل حدث مهم وفارق طبعا اشرت قبل شوية الى احمد ابن طلون ومكانته وصوته كقارئ للقرآن وكان جميل جدا بالمناسبة احمد ابن طلون المملوك الوحيد الذي جاء لنا من العراق ونعرف اصله ونسبه وحسبه ولم يكن عبدا ده شيء نشير اليه بعد كده كانوا المماليك بيعملوا شيء مهم جدا يجي المملوك يحفظوا القرآن ويحفظوا القرآن ويدرس علوم القرآن ويدرس علوم الاحاديث تطور الامر مع الازار الشريف حتى جاء مولانا فضيلة الامام العطار هذا العالم الفز الذي ألقبه برئيس التحرير الاول اول صحفي في مصر والعالم العربي يصبح رئيسا للتحرير لانه هو الذي اسس صحيفة الوقائع وليس تلميز التهطاوي التهطاوي هو رئيس التحرير التاني والامام محمد عبدو هو رئيس التحرير التالت الامام العطار كان عبقريا في اختيار تلميزه النجيب مولانا التهطاوي مولانا التهطاوي بقى عمل ايه كان يمتحن وتخيلوا انه التهطاوي يعد تلات سنين متصلة تلات سنين يمتحن الشباب الازهريين النوابغ اللي حيساعدوه في الترجمة وفي تأصيل علوم القرآن الكريم وفي جمع الوثائق والامور المتعلقة بكتب التراث العظيمة الفقه والنحو والصرف كل ده اسس واطر رواد النهضة المصرية وليس بعد ذلك مستغربا انه من 1900 او اخر مئة سنة زي ما اشار زملنا العلامة استاذ هيسم تطلع هذه الاصوات طلعت لانها ببساطة شديدة خرجت من وعاء الازهر الشريف حيث الطيار التنويري المستمر المتجدد ولو في اسئلة بنابلتك الله خير متشكر شكرا على على اتفضل يا مغلان اتفضل اتفضل بسط بسط نعم واخد من خارق قبلي نفس المتجد الصورة تكررت عندنا مع الشيخ راغب غالباش وهو يعني من سني وقنا مع بعض الشيخ كان فيه شيك احمد الراوي في بيرما بلد الشيخ راغب لا في غفرانطة بقى في بيرما ماركو سطنطة اه لا انا يسأل اه اه الشيخ راجب من بيرما وكان فيه طورة في شاير في بيرناس في صاحب الراوي بولان الراوي نا جناه وبزاف حتى الزوط الشيخ راجب من صوره طبعا اه وللعلم الشيخ راجب كمعلومة ده اللي يفتح للإسعب لبس الجيش اه شكرا هرجع على حضرتك هاسمع بس من الشيخ عبدالرحمن الشيخ عبدالرحمن الصدق انت من الصعيد ويمكن وسالسيد اشار دلوقتي اتو عليه اه لمجموعة من السمات لبعض قراء الصعيد يعني يمكن الشيخ عبدالباصط من ارمنت تاجينا الشيخ محمد صديق المنشاوي من سهاج احنا كان عندنا من قصيوت قارئ يعني متميز اسمه الشيخ عوض القوسي والشيخ عوض مدخلش الازاعة كان رئيس الربطة يعني رغم تميزه شهوته مدخلش الازاعة لكن هو كان برضو امتداد لجيل كبير من القراء الموجودين في اسيود بشكل عام وفي الصعيد وهو جناوي اصلا وهو اصلا جناوي الشيخ عوض لكن عاش في الحزر النقشبندي من اسيود وعاش في اسيود ايوه 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 انا عايز اسألك هل في معالم ايوه هل في معالم واضحة لمدرسة صعيدية في القرآن وحتى في الإنشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أولا ما شاء الله ساتذتنا يعني اتوا على الموضوع بأكمله فما عاد لي الا الترديد والتكرار طبعا انا متحيز للشيخ عبد الباصد بحكم اني قناوي وديشناوي كمان فالمسافة قريبة مش بعيدة القراءة في الصعيد تختلف عن القراءة في أي مكان في العالم لدرجة يعني سبحان الله احنا الشخصية الصعيدية تظهر قدامنا بقوة الشخصية بصلابة الشخصية يعني حتى بتيبس آراء الشخصية وما إلى ذلك حتى في ترك البصمة بتعيثها تترك نفس البصمة بنفس القوة المذكورة سابقا يعني لو جبنا أي قارئ من قراءة المدرسة المصرية القديمة وسمعناه للأشخاص غير العرب لو سمعناه الشيخ المنشاوي هيقولك ده الشيخ عبد الباصد لو سمعناه الشيخ مصطفى اسماعيل هيقوله ده الشيخ عبد الباصد القضية عنده من اشتهرت قراءة القرآن باسم الشيخ عبد الباصد عبد الصمد أنا كنت في السعودية وكان مرات يعني عايز أقولك كان معلم القرآن في المدرسة مشغل الشيخ المنشاوي ويقول يا أولاد اسمعوا للشيخ عبد الباصد كويس لو سمعنا ده الشيخ المنشاوي مش الشيخ عبد الباصد وكان يكون الشيخ عبد الباصد أكثر القراء شهرة عند غير الناطقين بالعربية نعم 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 طيب اللي ميز الشيخ عبد الباصد والشيخ المنشاوي مثلا في المدرسة الصعيدية وهم اللي تعتبر أشهر قراءين في المدرسة الصعيدية الصعايدة كانوا بيجوا على الوجه البحري لدراسة العلوم الشرعية خاصة في الأزهر لكن قليلا نحن نسمع أن الصعايدة كان بيجي للقرآن في الوجه البحري إلا بعد مرحلة عمرية معينة لأن كان من سماد جينة مثلا عندي هنا معروف وصل عشر سنوات يعني ختم القرآن خلص بدأ يقرأ فكان موضوع المنافسة قوي جدا جدا فكانت كمان أسر يعني المدرسة المنشاوية مثلا المدرسة الشيخ المنشاوي هو وأبوه وأخواته نفس القضية الشيخ عبد الباصد هو وأبوه جد وكمان نفس القضية فإن الاثنين دول اشتهروا معناهم أنهم اشتهزوا الجميع يعني زي ما ذكروا أستاذنا من شوي أن فيه معايير للقارئ فيه مقيس للقارئ عشان نقول والله الداي ينفع قارئ في الزمن ده تخيل أن عندك كلهم مواهب فعشان أطلع من بين مئات الألاف من المواهب موهبة فهي خلاص عدت يعني حتى لو سمعنا عن الشيخ عبد الباصد في دخول الإذاعة أعتقد الأمر كان بخلاف بقية المشايخ من ناحية اختبار أو ما إلى ذلك يعني كان دخول الإذاعة من أسهل دخول القراء للإذاعة ولا المعلومة دي غلط عندي الشيخ عبد الباصد عبد الصمت نعم بالضبط نعم بالضبط بالضبط فزي ما ذكرنا نعم بالضبط 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 نعم 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 صحيح حاز الشورى اللي حازه على الشيخ عزيزي حتى ابنه طارق كلمني بشهولنا عن مقارن كده فموزيل يعني مفيش حد من الشكل ده وجنوب فريقيا وأمريكا موصول جدا طبعا هو عنوان على التلاوة المصرية كلها صحي وأظن كمان إن الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط يعني كده مستوفى العلوم الشرعية يعني هما الاثنين درسوا العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وغيرها لكن اشتهر بالقرآن الكريم فيعني جمعوا المحاسنة كلها ده اللي كان عندي بالنسبة للشخصية القارئ الصعيدي من ناحية انطباع للأثر الذي يتركه تخيل إذا سمعت عن الشخصية الصعيدية وإحنا مش بتكلم عن الصعيد الحالي الصعيد الحالي هو شبه صعيدي وليس صعيديا فلما تكلم عن الصعيد القديم باطباعه بكل حاجة وتلقى يتمثل القرآن إذا قرأ القرآن عندما يمر بآيات العذاب يصورها لك تصويرا كامل لما تسمع سورة العراف من الشيخ عبد البصر عبد الصمد هو يعدي على كل آية منها يفسرها يصورها ويفسرها بقراءته ويقرأها تصعد معاه وتنزل معاه بعد صوته وقرب صوته يعني بيأخذه حتى لو يقرأنا مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يروح بيك وييجي بيك ويقرب بيك معاه في القراءة فتخيل الشخصية الصعبة القوية أصبحت شخصية رقيقة وشخصية مؤدية مفسرة وده اللي أبقاهم في الذاكرة إلى يومنا الحالي وصعب أن نحن نقارن بيوم حد سمحوني تحيز للمدرسة الصعيدية بحكمني صعيدي والجنوية خصوصا يعني شكرا يا مولانا حابب أسمع من الدكتور عبدالغفار يمكن أنا سألت أغلب الأسادة الحاضرين أسئلة عامة حوالين القراءة أو القراءة لكن عايز أسألك سؤال شخصي بتحب مين من القراءة القدماء وبتسمع مين من المعاصرين ولو طلبت منك أن أنت تعمل يعني مقارنة سريعة بين من تحبهم من القراءة الكبار القدماء وبين بعض المعاصرين يعني هو لا شك أنه لا يزال موجود معانا النهاردة قراء كبار الشيخ أحمد نعينع الشيخ محمود الطوخي إنا المنشدين نورانا الشيخ عبدالرحيم وغيره من المنشدين فأنا حيب أعرف منك على سبيل يعني الذاتية كده مين اللي تعلقت بيه من القراء مع السبب ولو حابت تعمل مقارنة بين القراء القدماء والمعاصرين تقوليه بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للقراء القدامة زي برضو ما أستاذتنا قالوا أنه كان من الصعب جدا يعني في وقتهم التميز ده كان علامة أساسية يعني لا تجد قارئ يصعد وتقدر تحاول تجد فروق بينه وبين غيره ليه لأنه كل واحد بيتمتع بشخصية مستقلة وينكن من الأسباب اللي احنا بنقول لماذا كانت مصر رائدة في التلاوة لأن كل قارئ مدرسة يعني قضية التقليد أن تجد واحد بيقلد واحد يعني الشيخ رفعت لو حبينا بقى زي مع الإجابة على سؤال حضرتك ده القراء كله يعني عاوز تجد فيه الشيخ المنشاوي هتجد شيخ مصطفى إسماعيل هتجد لأن كان فيه عوامل كثيرة جدا يعني كانت يعني هي السبب في تميز الشيخ رفعت أنا شخصيا المدرسة القديمة كلها بحبها جدا يعني بلا استثناء لأن كل مدرسة محب أسمع واحد وخصوصا يعني من الواحد يكون عنده يعني فرحان أو زعلان فيه قارئ معين أحب أسمعه يعني إما كده عاوز مزاجي راي وعاوز أسمع فأسمع الشيخ رفعت الشيخ مصطفى إسماعيل عاوز كده وحفلات معينة يعني فيه حفلات معينة أنا يوميا لازم أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل يوميا يعني الشيخ مصطفى إسماعيل ده حاجة بديعة جدا يعني فمن عوامل تميز يعني مدرسة التلوى المصرية إن عندنا شخصيات هي مدارس يعني الشيخ رفعت ده مدرسة مستقلة تحب تسمعه دايما لا تملي من سماعه الشيخ علي محمود ده مدرسة أخرى ممكن يجمعهم لو حبينا بقى نشوف يعني التميز الأدائي الناحية الفنية أكتر عند الشيخ علي محمود باعتبر أنه هو درس مقامات ودرس موسيقى بدراسة أكاديمية يعني أنه راح لمشايخ ودرس أصول التلحين وأصول المقامات وتخرج به عدد كبير جدا من القراءة الشيخ الفشني هو أساس أصلا مدرسة الإنشاد لو يتفق معنا مولانا الشيخ عبد الرحيم الشيخ علي محمود أساس مدرسة القراءة والإنشاد هو اللي اكتشف الشيخ محمد رفعت وتنبأ له بمستقبل باهر الشيخ الفشني الشيخ كامل يوسف البهتيني الشيخ الملاحنين زكريا أحمد متخرج بالشيخ علي محمود الموسيقار الكبير شيخ يعني اعتبر محمد عبد الوهاب من تلميذ الشيخ علي محمود يعني من الذين تعلم وتخرج بهم فالشيخ علي محمود نقدر نقول يعني هو أساس وشيء ركين من الناحية الفنية يعني مما يقال عنه أنه كان في كل جمعة يأذن بأذان بمقام معين لمدة قد ايه يعني كل جمعة يأذن بمقام لمدة سنة لا يكرر مقام إلا بعد سنة ده ايه ده وصل لنا أذان واحد من أذانات الشيخ علي محمود ما فيش غيره يعني يعني في سيدنا يعني قاله يعني بعد هو وفي كل جمعة هو يتفنن ويتعمد أنه لا يكرر المقام لا تسمعه مرة أخرى إلا بعد سنة يعني ده إتقان عجيب ولذلك أيها قضية المقامات في مصر كانت مهمة جدا في شخصية القارئ الشيخ رفعت لا كان يقرأ بإتقان وعارف بيقول إيه ويبدأ منين وينتهي منين وكيف يصور المعاني فالشيخ رفعت لكن بقى كان شيخ رفعت يمتاز يعني بعيدا عن ناحية الفنية الروحية إنه كان يعني فيه شيء بقى بينه وبين الله اللي هو برضو قضية الفطرة إحنا الآن عمليين نبحث مش عارفين نقول هوي السبب يعني عاوزين نضع أيدينا لا الفطرة والسليقة المصرية والريف له أثر كبير في الاتلاو ولذلك أغلب القراء كلهم من الأرياف لماذا؟ لأمرين لأن طبعا أنا من الأرياف ونشأت في القرآن وتعلمت قضية الكتاب والمقارئ يعني أنا نشأت ولسه أريب إن أنا تعلمت حفظ القرآن في الكتاب والتجويد في الكتاب وكنا نذهب إلى المساجد إلى عهد قريب طبعا الأوقاف كانت عاملة المقارئ وكانت تعقد بصفة دورية أسبوعية فكنا نجتمع ونقرأ والدي يقول لي إن كان في البيت كل بيت كل صباح يأتي القارئ إلى البيت ويقرأ الصبحية وله راتب ولوه شيء معين فالشعب المصري أصلا مصهور في القرآن يعني ده شيء أساسي من هوية الشعب المصري إنه حافظ القرآن إنه متدين جدا إنه محب للقرآن أنا والدي كانت أمنيت حياته كلها كلها إنه نحفظ القرآن بس ممكن نتهون معي إن أنا ما روحتش درس إن أنا ما ذكرتش لكن لا يتهون معي إذا غيبت عن الكتاب أو غيبت عن حلقة التجويد فده برضو من الأسباب اللي أدت إلى يعني دولة التلوى في مصر الكتاب والمقارئ أرجع إلى سؤال حضرتك فجدا لا الشيخ رفعت طبعا ده إحنا كنا لنا كنا بنصحة عشان نذهب إلى معاهدنا على صوت الشيخ محمد رفعت ساعة سبعة الشعب المصري كله وأفتكر إنه في مرة حابوا يغيروا الشيخ رفعت الإذاعة وكانوا بيجيبوا يعني يغيروا يجيبوا الشيخ الشعشاعي مرة الشيخ المنشاوي مرة وإن قطاع كبير من الناس ما راحش الشغل في اليوم ده أيوا لأ وفي ناس ما راحش الشغل يعني إحنا رايحين للجامعة ليه لإنه هو ظابط الراديو أول ما الشيخ رفعت هيبدأ هيقوم يتجهز ويفطر ويلبس روح الشغل فلا يعني طبعا الشيخ رفعت ده قام عظيمة جدا الشيخ مصطفى إسماعيل أنا بحبه جدا وبحب أسمعه لإنه يعني قارئ موسوعي يعني قارئ من حيث الأداء يعني شيء معجز شيخ مصطفى إسماعيل برضو من ضمن كان يقول برضو عشان يعرف إن القضية مش قضية إنه بيقرأ قرآن لا ده كان علم باللغة كان عنده التفسير يقرأ الله وكان مثقف يطلع فاهم الكلام لا يقوله نعم يعني مني شيء مصطفى إسماعيل مثلا ويقول له وقالت أمرأة فرعون قراته عين من لي ولاك آه جميل وروح جاي عملها هافلة وقول وقالت أمرأة فرعون قراته عين لي ولاك يا لا نعم دهك معنى نعم ويعني هو أخذ لها النفية وعطاها يعني إيه قرات عين لمرأة فرعون لك لنفرعون لا شيخ مصطفى الشيخ مصطفى لو كان عمل كده هيبقى هذا اسمه الوقف ابتراري أي لأنه في اللغة العربية هذا لا يجوز بأي حلم بأحوال العمل كده عن عم هو الشيخ محمد عبد العزيز حصار عن عم أما لو الشيخ مصطفى يبقى نفسه انقطع أو حد هذا يعني لو حد اللغة فيها تغيير أيو وقف غير سدين زرعون أن يقتله قرة عين لي ولا كلا يعني روح يقتله معلش إلا هذا الأمر الآن الشباب أنا برضو أنا أبدا 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 ومسال إيكي قارئ في صوات عزاء أولو إبراهيم ربيش الغزاب لأزاء أمنا وجنوب ني وبني طبعا عزاء تشوف يعز زيزة والأب رديش ينفع هو حتى لما كانوش عرفين لغة عربية هم كانوا معظم أخرين كتاب كان بي راعي علامات الوقف المتاحة ومش مطلوب حتى من القارئ الكبير إنه يبقى عارب نحوه لكن على الأقل راعي فيه علامات وقفة في المصحف حططها أكابر علاماء الكراءات وأرقى وقو فيه علامات الوقفة في المصحف مع الأسف اللي بيجوزوها النهاردة اللي بيتجوزها الناس بيتشكر فيه وبيتقول عليه ده عالي من كده أنا أصدف فعلا القارئ المصري القديم كان مثقف كان عنده ثقافة واسعة مش لازم اللغة العربية التفسير إنه بيسمع موسيقى إنه يعني شيخ مصطفة إسماعيل كان يقول مثلا على المغنيين إن أنا سمعت الناس دي كلها يعني شوف بيبالغ إنه سمع لكنه استطاع أن ينتقي ويخرج بمدرسة يعني بالنسبة صورة القصص اللي سيدنا شيخ بيقول عليها شيخ مصطفة إسماعيل له برضو وقفات جليلة يعني مثلا ما يجي عندي فجاءاته إحدهما تمشي على استحياء طب هدي شيخ عبدالفتاح القضي بيضربها المثال للوقف القبيح أيو لا أنا بريب آية تاني لا لا فعلا ما هذا فعلا ما هو مش تجويد لا لا صحيح ده أنا أتفق مع حضرتك لكن له مثلا فجاءاته إحدهما تمشي على استحياء ويقول يعني برضو لأن التجويد أصلا قايم على إيه على حاجتين مخارج الحروف ومعرفة الوقوف وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف هذه القارئ فطبعا لا كانوا بيستخدموا الوقوف في إثراء المعنى وفي تصوير المعنى القرآن وكانوا بارعين جدا في هذا الشأن بالسليقة وبالعلم أيوة الشيخ مصطفة إسماعيل الشيخ رفعت الشيخ المنشاوي لما تحب تسمعه يبقى فيه جانب معين الروحاني الحزين الخشوع ولذلك يعني حتى أحد المشايخ قال أن مرة اجتمع الشيخ المنشاوي الشيخ مصطفى إسماعيل في حفل فتصور إيه اللي حصل أن الشيخ المنشاوي يقرأ فإذا بسكوت تام وخشوع و وقول ما الشيخ مصطفى إسماعيل يبدأ الناس انبساط و يعني شوف تأثير على النفس أن الصوت نفسه فده الذي كان يميز الدولة أن كل قارئ شيخ سلاسة الشيخ عبدالبسط عبدالصمم فالقارئ السميع لا يستطيع أن يستغنع بقارئ عن قارئ بل عنده كل واحد له الميزة وله الفنية التي تميز بها ولا يمكن أن يترك بل هي كانت كده حلقة ويعني تستكمل ولا يستطيع أحد أن يستغنع حتى المصحف المرتلة الخمسة خلاص يعني صار عند الشعب المصري انسجام مع هؤلاء الخمسة من القارئ الذي يستطيع أن يكسر هذه الحلقة أو هذه الدائرة ويدخل بينهم صعب جدا شيخ البنة ده بالنسبة للقديم أما بالنسبة للحديث أنا أعشق جدا الدكتور أحمد نعينع أنا باعتبر امتداد للشيخ مصطفى إسماعيل لكن في الحقيقة استطاع أن يطور نفسه ويكون أحمد نعينع يعني مثلا نقارن وحضرتك عاوز تقارن بين الشيخ أحمد نعينع وبين الشيخ المليجي رحمة الله عليه اسمع شيخ المليجي أحيانا ممكن تتصور أنه الذي يقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل لا تستطيع أن تميز أنا هذا حصلت معي أنا من الشيخ الشيخ مصطفى إسماعيل فاسمع مثلا يقرأ آية الشيخ مصطفى إسماعيل وهو كان بيقول بقلده نعم وهو كان بيقول يعني بقلده وببدأ به لكن هو استطاع أنه هو يعني يكون شخصية مستقلة بحيث أنه هو بدايته مصطفى إسماعيل لكن أصبح أحمد نعينع وده اللي دايما الآن المفقود بقى في الموجود الآن أنه أصبح التقليد ده كثير وتقليد غير محمود يعني ياريته مثلا بياخد شخصية معينة ويقف على محاورها وأنه هو يستفيد منها كثير لا ده ممكن بياخدها ناقصة لا يستطيع أن يكون مصطفى إسماعيل يعني ياريت نلاقي حد مصطفى إسماعيل بس كمصطفى إسماعيل يعني ده مش موجود فأنا بالنسبة للقراء الحديث وأنا ليا زمال كتير في إزاعة القرآن مش للعبق القديم مفقود فيهم حاجات كتيرة يعني اللي هو إحنا بنتكلم عليه هو من الناحية التجويدية الحمد لله يعني فيه وعي كبير برضو بقضية التجويد والقراءات بسبب طبعا انتشار معهد القراءات وعندنا كلية القرآن زي ما قال أستاذنا فاضح فاضح هل أنت راضي عن العرض للتجويد من الكل لا فيه طبعا تجوز هنقول دلوقتي يا مولان أنا حاضر أنا حاضر هنقول هنقول الآن قروسين يعني لا فيه تجوز يعني إحنا زمان 12 و15 أنا ما حضرت هنعوز هنقول ايه يعني أن التواجد للقراءات أصبح كثير يعني عندنا معاعد قراءات عندنا كلية قرآن في طنطة والآن سنادي فيه كلية القرآن للبنات لو سألت حضرتك يعني في جملة واحدة إيه المفقود في القراءات الحاليين وإن كانش موجود اللي كان موجود زمان وبعاش موجود النهار التركيبة المتكاملة يعني هو ممكن يكون بيقرأ تجويد كويس لكن الموهبة ضعيفة مش الموهبة بتاع زمان يعني إحنا عندنا مثلا في القرية وموجود الآن وشيخنا بيشكو وكلنا نشكو إن واحد ممكن يتعلم التجويد شوية وصوته حل تاني يوم نلاقيه بيقرأ في المحافل يعني دي أثى كبيرة جدا الاستعجال إحنا القارئ زمان كنا بنسمع عنه إمتى ده بعض ما ينضج يعني الشيخ مصطفى إسماعيل وهو شاب التقى بالشيخ محمد رفعت وقرأ معاه إيه أول نصيحة قاله له والشيخ مصطفى إسماعيل بيحكي ده إن قال له يا شيخ مصطفى ارجع لي الشيخ فولان في المسجد الأحمدي ويقرأ معاه ختمة تاني بالتجويد حتى تمتن التجويد يعني شوف الشيخ محمد رفعت على الجلات والشيخ مصطفى إسماعيل لكن كان لسه في البدايات إن برضو لا يسمحون إن واحد لم يستوعب أسس القراءات اللي هي التجويد اللي هي المقامات اللي هي القراءات اللي هي بقى الإبداع ويستطيع أن يقرأ يعني جدي كان من القراء الشيخ عبدالسطار أبو العطى رحمه الله تحكي لي والدتي إن أحد الناس يقرأ في المعزة وأخطأ فقام والناس كلها أعدى وضربه أمام الناس فتصور شكل هذا القراء كان إيه لأنه أخطأ خطأ يعني إيه لا يغتفر في قاراء برضو القضية المفقودة الناس كتسميها عقوي يعني الحس الآن يعني إحنا الآن بنشكو فيه حتى في الفن في الغناء لماذا الشعب المصري الآن يقبل أي واحد يطلع يغني أو أي واحد يطلع يقرأ لأنه الثقافة اللي كانت عند آباءنا وأمهاتنا مش موجودة الآن الوعي السماع مش موجود الآن يعني ممكن قارئ كان ينزل يقرأ والناس لا يستمعون إليه ويمكن يسمع النقد أمام عينيه الآن ده مش موجود يعني المستمع والشعب يعني المصري العادي كان زمان مثقف كان يجي الشيخ مصطفى إسماعيل كان معاه سميعة يسجلوله ومعاه في كل مكان وينشأل لأنهم كانوا بيسمعوا بيفرقوا ده برضو شيء مفقود لم يعد موجود جزاك الله خير يا دكتور فضل لا تفضل تفضل يا مولان شيء مصطفى وشعبية مصطفى 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 لا ماكن كاسة أبدا أه والا التكنولوجيا دي خالص أه كان الأثرياء كانوا يسجلون أنا فقط عزا أقول أن كان وأنا عصرت هذه الفترة دي آآ أن كان في كل صوراتك عزاء لا تعظم لجنة موجودة في واحد في شخص نعم يعني أنا كان عندنا عندنا في البلد رجل اسم الشيخ شيد أحمد رقه يا الله رحمه آآ ده كان بقعت بستاذ رسوان كده معموله حساب خيف منه من أول شيخ مصطفى شيخ البنة كله تخبر حضرتك وإن كان وكان رجل مؤذب جدا حتى إيه لما يحاول يصلح لحد بفتساة مظاريفة كده أيوة أيوة يعني هزا كتاعت سمان دي تاني بس يعني أصل العرض لسه كد شوي بس يعامل معرفش كده يعني نعم ده الوحد حما فيه ثقافة ما هو ده اللي نكلم نعم 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 نحن ده نحن ده مفتخدين هذا عايز أقول لك حاجة مولانا بصراحة بيقرأ قرآن الفجر ويزاع في الإزاعة وبيغلط والمصحف قدامه المصحف قدامه وبيغلط بيغلط في القراءة وبيغلط في التشكيل دعواتك حبيب ما كانش ده موجود إن قارئ ممكن حد يستدرك عليه ويعني بصورة واضحة زي ما احنا بنشوفها يعني أنا في عهد ريب في اقراضك عزي أبعزي كان قارئ وقارئ إزاعي لألأ لأزاعي تجاسه ومثقف ومثل السنوي بيقرأ بسرعة القصص وَالْأَرَأَيْتُمْ إِنْجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْلَيْلَةَ سُرْمَدًا إلى يوم القيامة من إله وغير الله يأتيكم بضياء أباتكم فالمفروض هنا فالأرأيتم المعنى من إله وغير الله مكملة للأبليه فأهم هم يقول وَالْأَرَأَيْتُمْ إِنْجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يعني الكلام هنا يعني ذكر الذات الإلهية أعلى اللي جاي مش الراح جزاك الله خير يا مولانا حابب أروح لأستاذنا الدكتور أيمن ويعني هسمع من حضرتك يعني الأثر الإقليمي لقراء القرآن في مصر أو حتى البعد السياسي المتعلق بقراء القرآن في مصر أنا من زمان وأنا صغير كنت أسمع سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل يروح يقرأ في أصر راستين في شهر رمضان في حفلات وكان يدعى من القصر الملكي الرئيس السادات لما راح القدس أخذ في إيله الشيخ مصطفى إسماعيل وراح قرأ هناك وكأنه كان قاصد يعني ما كانتش مجرد شيء بروتوكول لما راح الكونجرس وقابل كارتر أخذ في إيله الشيخ محمود خليل الحصري وكأنه في حضور لقراء القرآن الكريم في أرواقة الملوك والرؤساء وليهم كمان بعد سياسي وإقليمي يمكن المشايخ دلوقتي قالوا إن الشيخ عبد البسط عبد الصمد ليه شخرة طاغية عند غير الناطقين بالعربية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين إيه مصدر وجود هذه القوى الناعمة لقراء القرآن المصريين وإزاي إحنا ممكن نستثمر ده النهار تشكر قوي على السؤال العميق شيخ مصطفى يعني وأولا بشكركم على حضوركم وتشرفنا وكل سنة وانت طيبين يعني في صالون طابة أعتقد أنه يعني يمكن ناخدكم شوية في الجزء كان فيه إدراك في الدولة المصرية لأهمية وعمق فكرة الهوية المصرية وكان يعني أستاذ هيسم كتب لنا في مجلة أحوال حاجة عن علاقة الهوية المصرية ب مسألة مدرسة التلاوة المصرية فكان ده جزء أساسي من قوة مصر النعمة الأظهر طبعا كان برضو امتداد لهذه النقطة يعني اللي حصل وربما ده محتاج نقاش عميق في الحقيقة أنه حصل تغير كبير في العقلية والمزاج المصري في السبعين يعني عايزة أضيف للي قال الساذ أيسم أنه الهجرة إلى الخليج أثرت في الحقيقة تأثير سلبي كبير على فكرة استمرار دور الكتاب تراجع دور الكتاب ده في الحقيقة أفقد كتير من الزخم اللي كان موجود في القرى وتعليم القرآن وتجويده من الصغر الجزء التاني البعد الاقتصادي في الحقيقة وانتشار الكاسد وأنا أعتقد أنه انتشار الكاسد في الحقيقة أثر تأثير سلبي بشكل كبير جدا ونافس الإزاعة بشكل كبير وده في الحقيقة كان لي مرضود يعني نمو ما يمكن تسميته بحركات الإسلام السياسي في مصر بشكل كبير وكان فيه استهداف لمسألة أو لمدرسة القراءة المصرية في الحقيقة بشكل كبير والحالة المزاجية المصرية وده ربما يعني في العقيقة محتاج نوع من الدراسة العميقة من جانب حضراتكم لأي حد الشخصية المصرية حصل لها تحول فيه فكرة البكاء والصراخ اللي بيصاحب بعض المدارس الأخرى في قراءة القرآن وبقى فيه فكرة التعذيب يعني يعني مش فكرة الموت اللي انتم بتتكلموا عليها دلوقتي من شيخنا الكبار يعني كل واحد فيهم كان فعلا مدرسة بشكل كبير يعني لما اسمع برضو صعوب الدخول للشيخ الحصر الإزاعة ففي الحقيقة الواحد يعني يتوقف يعني وانه اللجنة كان فيه خمسة في اللجنة التلاتة يعني قعدوا معاه يعني مدة طويلة برضو دي من الحاجات اللي تقايت معرفش مدى من الزقيقة زيسم لكن كان فيها صعوبة في دخول الشيخ الحصري فده يقول قد ايه كان فيه قواعد وكان فيه ايه ملامح عند القائمين للمحافظة على خصوصية واسمات ما يمكن تسميته بالمدرسة المصرية فده اعتقد انه يعني فيه حاجات كثيرة حصلها تغير فكرة الاستسال اللي حضرتكم قلتوا عليها فكرة واقع القرآن في المزاج المصري ويعني الناس كم بتعمل مع القرآن زي ما بتعمل انه هو جزء من حياتها اليومية جزء مش بس قضية تدين يعني لكن هو جزء من الحالة المزاجية بتاعتنا يعني الازاعة النهاردة يعني حضرتكم بتشتكوا من القراءات في الحقيقة اللي احنا بمسمعها فانا اعتقد انه هو حصل نوع من التدرج في حالة الضعف للمدرسة المصرية نتيجة يعني تحولات اقتصادية نتيجة تحولات سياسية مرتبطة بمشاريع سياسية اقليمية استهدفة ده وما كانش عندنا الزخم اللي يقدر يقاوم ويقف قدام التحولات دي في الحقيقة لكن انا برضو في ملحوظة انه الايام دي في عودة ودي نقطة برضو محتاجين نعرف هو ليه حصل الانكسار ده خلال السبعينات والتمانينات والتسعينات واحنا جايين لكن النهاردة كمان في عملية احياء في محاولة لفكرة استعادة المدرسة وده ربما يكون برضو تساؤل مطروحة على حضراتكم شكرا جزيلا الدكتور حابب أرجع أسأل السيد هايسة مبوزيد مرة تانية عن أسباب الانحضار يمكن الدكتور أيمن أشار أنه الهجرة للخليج بدأ يغير شوية الزوق المصري سواء في التداوة سواء في المشرب الخاص بالتعليم ويمكن أنا واحد من الناس أظن أن جي لي يعني أصدقائي في المدرسة والأجاري اللي بعد كده اللي بدأت يعني تولت في التسعينات بدأ يكون ليها تعلق شوية بنمط في قراءة واستماع القرآن الكريم على سبيل الخصوص لقراء الحرمين فبدأت تنتشر ويعني لأت داعي أنه ده شيء يعني سيء أو شيء كويس لكن هو تحول وتغير بدأت تنتشر يعني أشرطة القرآن لقراء الحرمين بشكل دخل عدد كبير جدا من البيوت المصرية في بداية التسعينات يمكن الشيخ عبد الرحمن السوديس والشيخ سعود الشريم والشيخ عبد الرحمن الحزيفي التلاتة دول على سبيل الخصوص بدأنا نسمع قطاع كبير من الناس يتحولوا لاستماع القرآن الكريم بأصوات هؤلاء القراء اللي ممكن أصواتهم في الحقيقة تكون أصوات حسنة لكن نعم بالأضافة إلى تقليدهم وده وده شيء أغرب فنعيد أسألك هو إيه سر أولا اختلاف الزوق اللي أدى بعد شوية للانحضار الشديد في كل شيء بداية من حفظ القرآن بنسمع قراء مش حفظين القرآن الكريم والتحقوا بالإزاعة المصرية للأسف وبنسمع في المآتم وفي الحفلات وفي الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية شيء أشبه بالضجيك وشيء أشبه بالنشاز وللأسف بدأت تظهر على ضفاف هذه الأصوات الغريبة الغير متقنة السيئة بعض المتعصبين اللي بيصفوا كمان أصحابهم بأنهم عمالقة وبأنهم كبار ده شيء غريب للغاية يعني طبعا الحضارك بتقولي ده من السؤال ده ثلاث عناصر كل عنصر ينفع محاضرة ساعة لكن أنا عاوزك نتكلم بشيء من الأمانة والصراحة هذا أسباب للحضار دي معقدة ومركبة واختزالها في أي حاجة وحيدة أو عنصر أو اتنين تركيز بحيث ان احنا ناخد منها السبب اللي ممكن نعالجه وبرضو فيه سبب أنا شايف مش بإننا نعالجه يعني السبب الأول عشان نكون أمناء إن من بداية الخمسينات المدد العبقري وقف في كل شيء فيه ملاحنين بس ما فيش رياض الصنداطي ومحمد الأصابج وزكريا فيه كتاب بس ما فيش العقاد وطه حسين وعبد القدري المزني فيه 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 قراء كانوا قراء كويسين لكن ده مش عبد الباسط ومش مصطفى اسماعيل مش المنشاو مش البنة مش الحصري مش الشاشة يعني ده حصل في كل شيء ثم نعود بقى العناصر اللي طالت فن التلاوة فن التلاوة مع ظهور التسجيلات مع ظهور شرائط الكست كان بيمر بأزمة في بداية السبعينات والتحق بالإذاعة يعني قارئ بعد محاولات سنوات لدخول الإذاعة ويفشل القارئ ده كانت أسلوبه طريقته خرجة تماما عن الطريقة المصرية المعتادة وتحولت المشايخ الشباب تلواتهم إلى مسابقات لطول النفس يعني شوف مثلا احنا كان عندنا شيخ عبد الباصط هو أطول القراء نفسا ما عملش الحالة دي الحالة السوقية المبتزلة دي القراء ما دخلوش مسابقى لطور النفس وعمر ما كانت القراءة نفس والشيخ الشعشاعي أقصر قراء نفسا هو أقدرهم على التعبير والبناء الهندسي وشيخ حسان كان نفسه برضو قليل لكن أنا بتكلم على الجيل اللي قبل كده اللي هما الأسماء الكبيرة دي جات أيضا في السبعينات والثمانينات مش بس السفر جات صعود ما يسمى بالصحوة الصحوة دي أخدت موقف شبه عدائي للتلاوة المصرية ونشروا شرائط تسجيلات التلاوة الخليجية عمون والسعودية على وجه الخصوص الآن الآن في حاجة في النص يعني عاوز أقولها بقى في أسباب لانحضار لانحضار لكن قبل ما أقولها أعوز أعلق على نقطة مهمة بقولها للدكتور أيمن ليه الناس بتاق تفوقهم الحكاية دي ويسيبهم موضوع الحاجات التلاوات الخليجية دي عدن المصرية الحال أن أي فن لا يتسم بالتركيب وبتسمع لفترة ومرة واحدة في الغناء في الموسيقى الفن اللي بيقدم إبهار عازف العود اللي بقول أنا بعازف بإيد واحدة ومش عارف تشوفه مرة تنين تلاتة واتلاقي نفسك خلاص وعاوز ترجع تاني تسمع إزاي بيقسم رياض الصنباطي إزاي بيهندس اللحن محمد الأصبجي في الكتابة يطلع ناس ويقول لك توزيعه وبعملوا في الناس حتلاقي نفسك عاوز ترجع تقرأ للرفع في الرواية تقرأ محفوظ عاوز الحاجات في النهاية زي ما بقول لها صحيح لا الصحيح تطلع مطربات في الآخر انت حتعود للمكلسوم والأسمان أما تعميق الأزمة اللحن فيها الحقيقة أن حجم الأمور يعني والتعقيدات فاق الوصف وربما خرج على السيطرة أول هذه الأسباب أن هذه المهنة إلى الآن ليس لها قانون ينظمها ويتكاد تكون المهنة الوحيدة وأن النقابة بغض النظر عن أشخاص القائمين عليه أنا لو بيت نقيب القراء النهاردة ما نستطعش يعمل حاجة لإلا القانون أصلا لا يلزم من يريد أن يقرأ القرآن في السرادقات اللي بسمى التلاوة العلنية أن يكون عضوا بالنقابة أصلا ودقريبا أنا بقينا شايفين كل جهود النقابة أنها بتحيل ناس للنيابة هما يستهلوا الشن بس دعية معكوسة النقابات في العالم كله بتقف تناصر أعضاءها المفروض أنا هيسم اللي يروح يتخانق مع الشيخ ده أو يبلغ في الشيخ ده فالنقابة تقف معاه إنه لو كل شوية النقابة جايب لها خزعبلات وإساءات فتقول أحيل للنيابة وفي ناس بتاخد الكلام ده على محمل الجد والنقاب كل شوية بتصل أقول أحل نوم للنيابة وأنا دايما من بدل قلت لأي حد بسدق الكلام ده أنت مجنون يا ابني هيروح لنيابة بتهمة قصر المد المتصل هيروح لنيابة بتهمة زيادة المد العضر للسكون بدل ما هو 6 عامل 12 ما فيش تهمة أصلا هو من الأصل القانون لا يفرض عليه إنه ترخيص فإنت اعمل قانون يخلي يبقى فيه جهة مؤهلة وجهة مرخصة وجهة مراقبة في الطب الجهة المؤهلة يا كلية الطب وجهة مرخصة يا وزارة الصحة وجهة مراقبة مثلا النقابة بتاعتك إنه ما فيش كده دي شغل أنا متسابة لكن دخل التعقيدات بزادة في عصر الإنترنت أكتر الآن هذه المهنة إحنا في مصر مع الأسف غير كثير من الدول المؤتما بالقرار غير العراق وإيران مثلا إحنا 99% وتسعة من عشر من ممارسة التلاوة العملية هي في سرادقات المآتم سرادقات المآتم الآن يسيطر عليها مجموعة من السمصر الغيلان بيقسموا القارئ فالقارئ اللي بيحترم نفسه ومش عاوز يشتغل معاهم قادرين مهما كانت موهبت إنه يقعدوا في البيت وأنا لأنه موصول بالوسط ده بعضهم بيتقال له أنت هتاخد 12 ألف هتجيب ستة وفي بعضهم وصلت الأم الأكتر أنا بعمل حوار مع قارئ كبير جدا من أهم الخوارات في مصر وأقسم لي إنه في واحد جابوه زميله اللي جايبه خد خمس تلاف جنيه وداله خمسمية يعني بقرأ في الليلة كده ودول بعمل هما اللي بعملوا الصفحات على النت عشان يجيبوا بقى وفاكرين يعني النسحة الخدع بخلط التراب بالبلاستيك بالذهب فأتلاقي أقول لك يعني أنا مش حاول أسماء أنا أقول سين يقول لك عمالقة القراء صفحة للشيخ مصطفى اسماعيل ورفعت والشعشاعي وهيسم 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 عندما تحط اسم هيسم في وسط دول يعني الناس انطرشت يعني فلان وفلان وفلان يحطون في وسط الكبار وتلاقي جميعهم ما عادش حد بيقرأ من غير اللقب أمير القراء حكم دار القراء مزنجر القراء زعبلاء القراء لا ولا واحد فيهم طب أنا عاوز أقول إن موضوع الألقاب ده رسميا رسميا طول التاريخ حصل في من سأذكرهم بدون ما يخرج فيه لقب درجة مستوى هذا الرجل في الإزاعة كان لهم ترتيب القراء فكان في حاجة اسمها الدرجة الأولى الممتازة أعلام مش الدرجة الأولى الممتازة بس الدرجة الأولى الممتازة أعلام دي فين ساعة ما الإزاعة تفتحت حتى يوم نازا خدها تلاتة الشيخ محمد رفعد والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الفتاح الشعشاي لا رابعة له ثم في الحاجات الرسمية اللي هي حكومية أما جات تحادي الإزاعة والتلفزيون ممثلا في السلطة القاهرة يتعاقد مع الشيخ مصطفى اسماعيل كتبه في العقد قارئ مصر الأول واعترض الشيخ مصطفى اسماعيل وكانش عاوز وهم أصروا وقال له ده حقك ولذلك كل التسجيلات اللي بتطلع من شرك السلطة القاهرة إلى الآن سواء أيام الكسد أو ما بقت فلسطونات كتب مصطفى اسماعيل القارئ مصر الأول أي ألقاب غير كده لا ألقاب صحفية واحد كتب إن فلندا كاروان ما يقول يعني وفيه أحيانا الأمر يصل لابتزال ذكرى الشيخ عبدالباس كل سيوم لك مسلو الصحافة الغربية لوسامتي أسموه الشيخ براندو يعني يفرض واحد كتب كنت قد تكررها ليه يعني ده جزء من سرواتنا الغالية براندو ومين في العالم الإسلامي يعرف براندو لكن العالم الإسلامي كله يعرف الشيخ عبدالباس السمسرة دول بقوا بيقدموا ناس بحيث اللي يرضى بالمؤسمة معاهم يشتغل كل يوم فيبدوا أمام الجمهور النقارئ مطلوب ولإن السوق عرضه وطلب يبدأ أجره يرتفع واللي ما يرضاه شو عاوز يحترم نفسه يصل الأمر أن يقعاده في بيته أو يلاقي نفسه بيشتغل مرة في الشهر وزمان كانت الحكاية دي بدأ بيقوم بيها بتوع الفراشة الفراشة الكلاسي قعد الحكاية الآن دول يعني بقوا غلابة الآن بيقوم بيقوم تحديدا المصورين مصوري الحفلات دول تنظيم المسجلين خطر يا مولان دول مسجلين خطر شيء رهيب ودول بقى لا يعرفوا لغة ولا قرآن ولا أحكام وما عندهش مانع أن يقعد يمدح القارئ بأمدائح كاذبة على النت وما تيجي أنت تعترض يقول لك من أنت لتنتقد فلان طيب حق ومن أنت لتمدح فلان ما المدحك الزم وأنا ما أقولي أن الطبيب ده أحسن طبيب في تخصصه ما أنا بدي أكون فاهم أحسن منين يعني يعني سلطة المدح هي كسلطة الزم أنت وأنت جاهل لا ما تعرفش اقرأ القرآن نتقول عليه تلاوة أسطورية أنا قريب جمعت لقارئ المكتوب على اليوتيوب ختام عالمي اللي كلمة يعني ايه ختم عالمي يعني يعني اه برشلونة ايه ختم عالمي دي فقعدت لما أنهجت 25 سكرين وحططهم عن النت كده كل الختامات عالمية كل التلاوات أسطورية كل الليالي تاريخية كل التراضيقات مليونية فبقى الكلام مالوش معنى ولذلك أنا بدعو الناس دايما أنها تخليها حريصة جدا في المديح يعني ما تفرطوش اللغة كلمة عبقارة يتقال على خمسة ستة وإيه اللي بقى مالهاش معنى يخلكم حرصين كمان في المعلومات أنا يعني من باب التدخير بدي أعلق على حاجة أنا عذرك فيها جدا أي حد على الانترنت حيدخل أو حتى في بعض الكتب المطبوعة لازم هيعرف إن الشيخ علي محمود بطنطو كان فيها زكريا أحمد وطه الفشن والشيخ محمد أنا بقول لك هذا أمر لا دليل عليه نهائيا مش بدورون إنه ما حصلش ممكن يكون الشيخ زكريا أحمد المعالي له إحنا في أيامنا دي أيامنا دي قابل الشيخ عبد الرحيم ونوعد على القهوة مرة بعد كده كل محد الشيخ عبد الرحيم ده كان بقعد معي على القهوة ممكن طه الفشن أحيى معالي له مجاملة لأن طه الفشن جا من بلده قرق كبير ومنشت كبير إن الشيخ رفعت كان له صالون بيحضره مكلسوم وأسمهانه مش حقيقي عبد الوهاب كان بروح يسمع الشيخ رفعت ويقعد تحت رجله كل هذه المعلومات اعتبر ما ذكر في كتاب الأستاذ محمود السعدان الرحمه الله إن الأصل فيه إنه غلط إيه لأن ياسبت العكس لا يعني كل شيء وده تاخد واتعمل عليه إيه يعني اتعمى عليه شربة اتعمى عليه أوهام فمعظم مكتوب على الإنترنت حتى من معلومات أنا ألحان السماء حتى حتى الحاجات قريبة حاجة زي بتاعت زيارة إن الشيخ السادات إن الرئيس السادات خد الشيخ مصطفى معاه دي في ناس حطت خمس مشايخ تانيين حطوا شعبان الصياد وحطوا الشيخ نصردين طبار شيخ نصردين طبار يعني أخو جدي عم والدتي لزم سألت أسرته ما لهم ما حصلش ولا سافر ولا راح ولا جه هو الشيخ مصطفى بس هو اللي ظاهر في الفيديو يقوم ييجي ناس تزور عشان اللايكات واليوتيوب والفلوس يجيبوا تكبيرات عيد للشيخ نصردين طبار ويحطوها مع صور فيديو من المسجد الأقصى يقولوا تكبيرات الشيخ نصردين طبار من المسجد الأقصى يجيب الواحد يكون حذر جدا من خمس يام إذاعة القرآن إذاعة تلوى لطه الفشنة عليناها تلوى خارجية تلوى من صورة النور الواحد بسمعها من 30 سنة وياتلوى ستوديو وتركب عليها الصوت ومن ضمنهم معمول باحترافية لكن الراجل يقول لها شيخ طه اللي موجود في موشح أيها المختار فاستيقنت وكتبت سواء هم اللي عملوها دي جريمة وتزييف للتراث أو إن واحد بعت لهم التسجيل والموظفين دي إنك بلعوا الطعم فما تاخدش كل حاجة في الموضوع ده بالطرقة دي حتى مع انتشار المعلومة أنا طب فيطر المعلومة قالوا من فداية اللي زع المصرية كان في قارئة صغيرة كان في قارئات وهذا الأمر ثابت يعني ثبوتاً يقينياً خصاً أعداد مجلة الإذاعة الأديمة اللي بتنشر البروغرام موجود فيها ومبارح عازف عازف كويتي بعيت لي صورة صفحة للإذاعة لبرامج الإذاعة كان فيه الشيخ مونير عبدو الشيخ كريم العدلية وكان فيه ودي لها بعض التسجيلات اللي وصلت الشيخ سكينة حسن لكن دي كانت قارئة ومطربة وسكينة حسن كانت قارئة كبيرة ولها رحلة قرآنية للعراق رحلة كبيرة جداً وفي رمضان رمضان الفائت الجزيرة الوسائقية عملت حاجة عن موضوع القراء ده وانا يعني تقيمت فيه لعله أقوى جهدة عمل في الموضوع ده سنة 2009 حاول الشيخ ابو العلين شعيش على الله يرحمه ونيرجعه تاني القارئات فتشنت عليه حملة سلفية رهيبة وكتبت أنا أيام مقال كان مقال واحد نشرته في اليوم السابع لسته في الزيت قلت قارئة القرآن ومصر التي كانت كان موجود وخصوصاً في البحث محدش عارفه مواقفه ازاي لأن نسبوا فتوى للأظهر ليس لها وجود أنا لا أستبعد أن ربما حتى الخوف من المنافسة خلى الرجال يتواطئوا عليهم إلا كان بعضهم أصواتهم رهيبة يعني تسمع الشيخ مونير عبدو دي موجود لها بعض التوشيح مسجلة صوت صوت غبار يعني حاجة من أهم الحاجات اللي بتسبب التراخي اللي هو الاستسهال في الموهبة فقبل ما هو لسه نبت أخضر بدل ما نرعاه نقول تعال أقرأ إحنا أما بناجي ناخد الدرس بتاع الشيخ النقشبان دي أنا مرة كتبت اسمها موعزة في وسيقة لأن ما قال إن رحت للأستاذ الشجاعي ولا أنا للقبول النقشبان دخل تلزعه تلفزون سنة 66 67 الشيخ نصر دين طبار سبق بعشر سنين دخل نزعه 56 طيب إحنا بكل أمانة وفق القواعد الإمكانيات الصوتية للشيخ النقشبان دي أكبر كتير من الشيخ نصر دين طبار لكن مين قال إن هي زعيق مين قال إن هي جوابات مين قال الحكاية مش فتخيل الشجاعي ده الصارم ده قبل الشيخ نصر دين طبار وقاعد لغاية ما مات شاف النقشبان دي مش كفاية ده مش كفاية عشان يدخل إذاعة أما اللون اللي كان يجب إن المنشدين يتمرنوا عليه أنا شاف إنه مش طاه الفشني ده أنت كده كان عاوز يحضر دكتوراه لا كان مبتعد رفض عشر سنين ما اعتمدش أيوة أيوة أنا عارف إنما لو الشباب اللي بتوع المنشد يتضرب مثلا عن الجمل بتاعت واحد زي الشيخ محمد الفيومي هو ده اللي يرسخ عنده أصول الإنشاد المصري بدون بقى لإلا برضو في الأخطاء بتاعة التدريب زي اتضرب هم بيفتكرهم إن أنا أجي أقول الموشح زي ما يقوله بالظبط وبلاقي جملة تدحك على النت يقولك إيه أبدع في تقليد فلان أبدع في تقليد ده في اللغة ما تركبش ده هو إذا أنا بحيث اللي يسمعني ما يعرفش ده عبد الرحيم ده هو ده هو لا يسا وزيد يبقى أنا خدت صفر إبداع صفر إبداع ساعة ما أتطابق 100% معها يبقى صفر إبداع فتلاقي ولد قاعد بيقول موشح يا أيها المختار للنقشاباندي ويعمل والكراها حبيبي إنت تحفظ اللحن اللي بتقوله البطانة إنما الناس الكبيرة بتعملش كده في تسجيل أيها المختار لنقشاباندي حاجة تاني في تسجيل أيها المختار لنصر دين التبار حاجة تالت آه طب وإنت بتعمل وبعدين هو زبزباته سريعة فبتطلع منه حلوة إنما إنت بتطلع كنك بتشحط فمن الأصل تقلد علي محمود علي محمود حتى الموشح اللي هو بيقوله ده إذا طلبت منه يعدي تاني مش هيقوله كده ده فن ارتجالي ما يحفظ هو اللحن اللي بتقوله البطانة فطريقة التعليم أصلا الموجودة غلط هو يجب إنه يسمع هذا التراث القديم عشان يختزنه في نفسه ويطلع أسلوبه وأي حد مهما بلغ إذا فضل بيقلد هو في النهاية يبقى مقلداتي فالتقليد يعني نظم التعليم إنه مفيش قانون بينظم المهنة إن المهنة عمليا هيمن عليها السمصرة كل ده أسباب حالة التردي اللي الحالة فيها توعية الجمهور مهمة جدا أنا بقدر إمكان بحاول عبر الكتابة وعبر نشر جماليات القراء الأدام ده إنك تعمل ثبت على فقرة معينة كده أو تخلي بالك إيه اللي بيحصل في الكلمة دي في الجملة دي في البناء الهندسي للتلاوة دي بيجيب نتايج مع الوقت وخلى ناس كتير من اللي كانت مفتونة بأصوات جعورية حنجورية يعني تتراجع وتراجع نفسها واللي أنا أظن أن عاندت النهاردة الشيخ مصطفى إسماعيل حاضر جدا يعني ده ما كانش موجود من سنوات حاضر جدا جدا الاحتفال السنو بذكراه هو أهم احتفال لذكر قارئ ومستمر أكتر من عشرين سنة في سائط الصوب بيحضر عدل كبير يعني الدفة ربما بتتعدل إنما من الناحية العملية مهما إحنا بدلنا من جهد فردي سيظل هذا أمر محتاج إلى الدولة وأقصد بالدولة هنا المجلس التشريع إن هذه المين يبقى لها قانون هاتوا النقابة هاتوا المهتمين بهذا الأمر وعودوا شوفوا إيه اللي يتعمل وبرضو في الإنشاد هاتوا الناس لإلا إحنا في النهاية الإنشاد ده أنواع ونقيب بما يسمى بنقابة المنشيدين هذا إنشاد صعيدي وهنا بنتكلم عن الإنشاد القاهري الدلتاوي دي حاجة ودي حاجة أيوة فلازم كل ده ييجي والناس يقعد ويبقى فيه يعني قانون ينظم المهنة دي معلش أن أطول تفضل لا تعلم أني عضو مجلس تدارة نقابة القراء اللي على مدى ستاشر سنة لحد قبل الكورونا كذا عشان أقول لحضرتك ما عملناش حاجة أزه عصور النقابة في عهد الشيخ أبل أن ننشعيش رجل المحترم بعد كذا ما فيش يعني تقبلك بعد كذا آخر سنة ليا رايحة جدت بضغطي فأجيب أقول لنقابة الدين يجواب أن أنا عضو ورحت الرافض ويأخذوا من الأوراق فروحت اللي هو رئيس الدلتة كلها وكان حبيبي فأجاب المسؤولة قريت له اللي قابة القراء مش مشهرة تتذكر قريت له والله ما هي مشهرة مش مشهرة عندنا في الزخطية إذا أنا مختارة والمجلس الحالي معين يعني معين بالقرار من الوزير ما نعارف أيوة مولانا الحبب أسأل حضرتك قبل ما نخدم سؤال بسيط إزاي نرتقي بالزوق إزاي نرتقي بزوق الناس والله الحقيقة في الفترة اللي احنا فيها دي اللي نتكلم عنها بإسهاب أستاذ أيسم في عهد التجار في استمصرح وكل شيخ له مجموعة وإنفا نفتقد نقطع كم في شيخ بيقعد كأنه لجنة والله والله أنا وقرآن أنا كنت أطلع أقرأ وأنا عمل مئة ألف حساب لشيخ ساحب هذا لكنه قارئ وعارف إيه التجوز وعارف هنا إيه صح وإيه إنما صح وعارف إن دا القرآن له خيمة وله قدر ولازم احترم عشان كده وكان في زي ده مذكر في بعض القراء لكن ما عادش ما عادش إلا الأبيضة فماذا نفعل يعني أقصد يا مولانا زي ما فيه دور منوط بالقراء أو بالإزاعة أو بالدولة هل فيه شيء ممكن إحنا نقوله للناس أو للمستمعين بحيث إن إحنا يعني يبقى فيه شيء من الوعي هل مثلا نسلط الضوء على القراءات والتلاوات القديمة للمشايخ الكبار هل نعمل حفلات استماع زي ما بيحصل مثلا في بعض الأماكن نسمع فيها بعض الحفلات القديمة للقراء القرآن آه ممكن ممكن عزيزتك ممكن يعني إيه تؤلف جماعة للارتقاء بسبوع القرآن ومنها نعلم الناس اللي اللي بتهلل منذير ما تعرف ولا يمس هذا هو ده يتم طب الوقت يتم أن جماعة معينة يتم التهلات ذكرى المشايخ والحكاة بالدها ربما ويتم طبعا على الانترنت آه لكن الوضع على الأرض حضر رات موصول بأكتر مني بائس بدرجة لا تتصور ده مهنة مهنة الإعلام بإسم مقدم حفلات وأنا والله أنا ما أصد عدو مع حد ولا بتلكك بحد لكن في فرق بين الخطأ والعمد يعني أحضر لسه بتحكي عن خطأ وقام ضرب وقام لحال العمل ومش خطأ خطأ ده ربنا بقول وليس عليكم جناح فيما أخطأ تن أنا لو قارئ سه سه بدل والله سميع عليم قال والله هفر رحيم ولا حد ده نسيان ما بتلكك إنما تجي أنت عن عمد وتفتخر في الصراط إنما تقرأ تقول كله هو هو الله الله أحد أحد الله الصمد الصمد لم يلد هذا تمزيق للنص القرآني ونقل المواضع الإعرابية ده تسكت على إزاي وده يقبل إزاي وبعد أنت كان يقول قرئ معتمد في الإزاعة فقلت للناس أتى حداء يفعل هذا الإزاعة الأوضاع دي يجب أن ما تسكتش عليها لازم مواجهتها وأنا شايف إن المفروض إن الناس لو بتقول إحنا أهل القرآن وتأمن بالقرآن إن يبقى الغيرة على القرآن مقدمة أنا الشيخ مصطفى إسماعيل عندي هو قرية الأول والثاني والثالث ونغات العشر وبعد هنا بحط أسماء كان له غلطة قراءات في شريط وقعد حفيده صديق رسول علي حسني يقول تلو غلط لا قراء لا في السبع ولا في العشر ولا في الاربع الشواز المشهورين إحنا مش هنصوب الخطأ عشان منحب الشيخ مصطفى سماعيل أنا ماجي الواحد من هو لا يساوي قلام الزفر مصطفى سماعيل يقول انتو غلطان ما ينفعش يعني في تبجع وحيانا فدي أخطاء ما ينفعش تقول يتوقف شهر يتوقف شهر يعني يا جماع غير كمان احنا قاعدين على فكرة في موضوع الأخطاء ده بنقلب حس التجويد وفين جمال الصوت هو كل واحد صوته مقبول يقرأ في الإزاعة هو مقبول اقرف قرية إنما الإزاعة يجب إنها تكون غربال فرز أول تاني تقلت لغاية ما تصل لأخر حاجة انت لو عملت كده هيبقى عندك أزمة أصلا في القراء مش عندك ازدحام وناس وقفة في الطبور عشان توصل للجان عضرتك ما نحن فيه الآن له سبب ما نحن فيه من حكاية القراء والمفتحلين وكلهم نسمع واحد جديد هو الآخر هناك في القاهرة معهد الإزاعة وتلفزيون أمام مقر البنك المركزي الرئيس وسط البلد هذا المعهد عرفناه من سنين إنه كان للمزيعين والجدد لما يمتحنوا يجي على معهد الإزاعة وتلفزيون يتضرب بدأت الإزاعة وتتعلم من كم سنة أنا نرحت حذرت أسبوعين فيه من يرى في نفسه حسن الصوت وفقرات القرآن أو اللي بتالي الدنيا فليتقدم معهد الإزاعة وتلفزيون يأخذ دورة أسبوعين ويذهب يدفع ألفين جنيه ألفين جنيه وبعد الدورة دي يأخذ شهادة من المعهد تؤهله للتقدم للإزاعة إنه هو كان يخاف يروح على باب بالإزاعة من بره حسن الشجاع يأخذ الله يبرك فيك يا مولانا أحساس سيد هل لك أي أضافة لا أول حقيقة بس كنت محترين في حل المشكلة الزي التعليم إزا بصينا للخريطة اللي وضحها مولانا الشيخ عبدالله باشا فكري وزير المعارف شوفوا مين اللي كان بيساعدوا إزا بصينا للخريطة بتاعة وزارة المعارف قد بالك اسمها المعارف مش التعليم بتاعة مولانا الدكتور طه حسين تخيل مثلا التوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وعمالقة اللي يبقى مسك المسرح الحل في وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف نرجع زمان نخليها وزارة المعارف العمومية وزارة المعارف العمومية بقى فيها ناس بتطلع مصرح وناس بتطلع قراء وناس بتطلع فناني وكل التخاصصات تطلع من وزارة المعارف كانت دكتور طه حسين هو رئيس جامعة القاهرة كان أول من حد يروح يقدم يدخل الجامعة يعني كان يقول لك لابد أن تتأزهر عاما فالناس كانوا بيستغربوا يا دكتور طهنا بجامعة القاهرة قال لهم لا لابد أن تتأزهروا عاما فكان اللي يدخل كلية الحقوق يعد سنة يدرس نحو وصرف وكل العلوم الأزهرية عشان يتأهل يدرس في كلية الحقوق وفي الهندسة وفي كل التخاصصات أنا عندي سؤال بسيط خالص أقارن أحيانا بين مناهج العلوم العربية يعني مادة اللغة العربية في مدرس التربية والتعليم وفي الأزهر فرق صعب جدا إيه المشكلة إننا نؤمن بالتخاصصات العلمية يعني اللي مريض كلها بيروح على مستشفى معروف كله الطب في لندن واللي عنده حاجة في العضل بيروح على ألمانيا طب ما إحنا عندينا هنا الأزهر يا جماعة يتولى مسألة التدريس أو تأهيل أو وضع كتب مادة اللغة العربية والدين في المدارس الأزهرية وغير الأزهرية والحاجات المتعلقة بالعلوم والمعارف يعملوها المتخصصين وكل واحد يشتغل شغلانته بعد كده بالضرورة يطلع لك زي ما قاله أستاذ هيسم يطلع لك طه حسين ويطلع لك العقاد ويطلع ويطلع آخر حاجة بقى إنه سنة 1946 كان في صهرة عبدالوهاب بيعمل بروفا للنهر الخالد وكان قاعد عبدالوهاب ونحس وكل الكواكب دي وطقت في دماغ عبدالوهاب يسأل مولانا العقاد يا أستاذ عقاد معقول كلكوا كده تبقوا موجودين في عصر واحد حضرتك دكتور طه حسين وقاعد بقى يسرت في الأسامي قال له والله يا يا محمد خوفي يا ابني إن البلد العجيبة دي هي دلوقتي مزدهرة بس يا خوفي أحسن تصوم يا محمد لمدة 100 سنة شكرا دكتور عيمان في إضافة أو خاتمة شكرا 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 يعني أنا يعني برضو في حكاية الخروج في الحقيقة يعني دي لأن دي إشكالية طبعا أستاذ عيسى مؤكد عليها أستاذ سيد فكرة الإبداع يعني أعتقد أنه أنه ليه زمان كان فيه ناس في كل المجالات لأنه كان فيه ضوابط وكان مش مسموح لأنصاف المواهب إنها تبقى موجودة وبالتالي إحنا شفنا أنا عندي يقين إنه مصر فيها كتير في مجالات كتيرة يعني وبالتالي أنا مش يعني متخصة أو يفقد أقول لكن فكرة السهولة وعدم الانضباط للقواعد سواء كانت في الإزاعة أو في النقابة أو حتى عنده الجمهور اللي بيسمع في الحقيقة إحنا عندنا أجيال كمان طلعت في الحقيقة أجياء قارقة القرآن مشكل جيد فهو ممكن يبقى الشيخ بيقرأ هو مش عارف هو بيقرأ صح ولا بيقرأ غلط أساس يعني فكرة إن حد بيصحح لحد دي مسألة يعني بقيتش بالوجود فانا أعتقد إنه فكرة الإبداع آآ ما بتنتهيش في أي شعب وفي أي مجتمع طول وقت المبدعين موجودين لابد من تهيئة الظروف والقواعد وطبعا في مسؤولية كبيرة على يعني بقى المتخصيصين زي الأستاذ أيسام والشفع برحيم ومشيخنا كلهم في الحقيقة في إنهم يبتدوا يعيدوا الثقل للمدرسة القراءة المصرية أو التلاوة المصرية لأن أنا في رأيي ومش عايزة أروح في مساحات كده إنها كانت مستهدفة وإنه الجزء اللي حصل فيه ما يسمى بالصعود الإسلام السياسي في مصر كان يعني شديد التأثير سلبيا على ده الجزء الاقتصادي في الحقيقة كمان لأنه الكاسد في الحقيقة إحنا كنا نتخيل إن أنا بنروح نجيب القرآن كله بتلاتين جنيه فأنا بدل ما هاعد أسمع اللي زاعة أنا عندي الكاسد في قلب البيت بتلاتين جنيه ده عمل رواج في الحقيقة من أول الميكروباصات كويس ودي كانت أكتر مسألة يعني دي يعني دي ظاهرة على فكرة يعني في السياسة والاجتماع لابد أن تدرس بشكل عميق قد يهت أسير الميكروباص في تصفيف أو نشر نوع من الثقافات الشعبية اللي كانت موجودة في المجتمع المصري خلال التمانينات والتسعينات وظهرت النهاردة فيه رجوع بقى يعني لو احنا بنقول ليه بقى النهاردة فيه يا حياء لأنه أنت حسيت أنه أنت فقدت جزء من هويتك فبالتالي فيه محاولة الآن وأعتقد أنها يعني محاولات جدة في مجالات عديدة بتسأل سؤال هو إيه الهوية المصرية فأعتقد أنه ده الزخم ده ممكن يساعد بشكل كبير جدا شكرا وبشكر حضراتكم جميعا يمكن في الختام يعني أرجو وأتمنى أن يكون فيه قانون لقراءة القرآن في مصر في المحافل العامة وأرجو أن كل ما يتعلق بدخول القراء والمنشدين إلى الإزاعة يكون فيه ضوابط صارمة زي ما كان موجود في السنوات اللي فاتت ويمكن يعني من أيام في أول رمضان أنا شفت افتتاح الرئيس لمسجد مصر في العاصمة الجديدة وأسمعت في خطاب الشيخ أسامة الأزهري أنه لعل يكون افتتاح هذا المسجد يعني بداية نوعية لاختيار وانتقاء وتخريج عدد كبير من المنشدين والقراء من ذوي الصوت الحسن والسمعة الكبيرة يعني فأتمنى وأتمنى يعني دي تكون بادرة لتخريج عدد كبير من القراء والمنشدين قبل ما أختم مش هينفع نمشي غير ما نطلب من سيدنا الشيخ عبد الرحيم إن هو يسمعنا حاجة وبما إن إحنا النهاردة يعني في ديلة وترية من أول ليالي العشر حضرتك تسمعنا حاجة كده جميلة بصوتك وتختم لنا عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم اللهم مشرح صدورنا وغفر زنوبنا وفرق قلوبنا واصلح أحوالنا ويسر أمورنا وتقبل صيامنا وقيامنا يا رب شهر الصيام يا شهر الصيام شهر الصيام لقد كرمت نزيلا شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من داء الذنوب عليلا شهر الصيام والأمانة والأمانة والتقاء شهر الصيام والأمانة والتقاء والفوز فيه البوز فيه النصر فيه والفوز فيه لمن أراد قبولا شغرة شغرة شغر يفوق على الشغور بليلة عن ألف شغر فضلت تفضيلا طوبى لعبد طوبى لعبد صح فيه صيامه ودع المغيم لبكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم ورده متبتلا متبتلا لإلهي تبتلا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المغدا يا نعمة المسدا يا خير قلق الله قالوا تحب محمد قالوا تحب محمد فأجبتهم اني بحب محمد أتعبد أحببت فيه هدايتي أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة ترجى ليوم كريغة وشفاعة ترجى ليوم كريغة وتقلبي بين النعيم أخلذ وتطاولي وتفاخري وتطاولي وتطاولي بين الأنام وتطاولي بأنني من أمة فيها النبي محمد وما أجمل أن اغتمى جلستنا بالصلاة على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليك طبيبي صلى الله عليك شبيعي صلى الله عليك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم للنبي جبين يفوق بذرة للنبي جبين يفوق بذرة للنبي جميل للنبي جميل يفوق بذرة للنبي جبين يحاكي قمرا والبدر جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روضيالك فيك التجلي يا يا روضيالك فيك التجلي من العلالي نازل تملي على ضيوب الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك صلى الله عليه وسلم أحسنتم يا أولانا فتح الله عليكم أشكركم شكرا جزيلا نورتونا وشرفتونا وربنا سبحانه وتعالى يجعل مجلسنا ده في ميزان حسنتنا جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين ربنا يتقبل منا ومنكم وان شاء الله نشوفكم في صارونات وفي لقائت أخرى قريبا في موسيس الطابة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته